اشتركوا في القناة ومنها مسألة التأجيلات وأسرار بعض الأندية وعلى رأسها الزمالك أنه الأهل يلعب مؤجلاته قبل أن يستأنف الدوري فيما يتعلق بمبارات الزمالك ماذا عن اللائحة الجديدة للاتحاد المصري وهل تم اعتمادها في الاتحاد الدولي من عدمه لأنه كان معانا مندوب اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لها وقال لنا أنه ما جتلناش إطلاقا اللائحة الخاصة باتحاد الكرة الدولي العام ومتى سينتهي ومتى سيبدأ الموسم الجديد الفار ومشاكله وأمور أخرى كثيرة في هذا الاتجاه يكون معانا لأول مرة هنا بالنسبة لنا الأستاذ أحمد حسام عوض وهو عضو اللجنة الثلاثية المنود بها إدارة اتحاد كرة القدم حتى موعد الانتخابات القادمة المقرر لها بالنسبة لاتحاد الكرة في نوفمبر سوري بعد طبعا يعني الأولمبيات ولكن أنا قلت نوفمبر لأنه الزمالك في نوفمبر وربما هناك بعض المؤشرات كده يعني بتقولنا إن احتمالات تأجيل الانتخابات بشكل عام في الأندية والاتحادات وارد لأنه في الأول وفي الآخر إذا كنا نتحدث مثلا عن الجامعية الأمومية الخاصة بنادي الزمالك مثلا هي 80 ألف عضو لو حضر 40 ألف عضو في أغسطس القادم وما دلنا في جائحة كورونا وحتى لو الانتخابات اتعملت على يومين هل من الممكن أن يكون هناك احتراز في هذا العدد الكبير وفي أروقة نادي الزمالك يعني المؤشرات وأنا ما عنديش معلومة الحقيقة لكن بنقرأ كده الموقف هل ممكن الانتخابات تدار بهذه الأعداد في ظل جائحة كورونا يعني نشتم كده رائحة التأجيل فيما يتعلق بالأندية والاتحادات وده في النهاية متوقف على توجه الدولة ووضارة الصحة في هذا الأمر في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات بنبدأها بسؤال حضراتكم وسألناه قبل كده لكن عشان سألناه من فترة ليست بالقصيرة هناك مستجدات في كرة القدم فاحنا بنسألكم بنقولك مين التلات لاعبين اللي حضرتك شايفهم ينضموا المنتخب الأولمبي اختار تلات لاعبين كبار يشاركون مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد توكيو مقصود هنا باللاعبين الكبار اللي هم المحترفين المحترفين اللي ممكن ينضموا إلى الخمستاشر لاعب اللي هم هينضموا إلى المنتخب الأولمبي اللي هيشارك إن شاء الله في الأولمبياد عارفين الأولمبياد كل قائمة فيها 18 لاعب فقط لغير فيه ثلاثة من حقك إن انت تاخدهم من المحترفين اللي هو فوق سن الثلاثة وعشرين يعني وخمستاشر من أبناء يعني أبناء الوطن يعني أبناء الدوري بشكل عام يعني فمين الثلاثة دول أنا قلت السؤال ده سألناه قبل كده لكن ربما تطورت في الأمور أمور يعني مثلا تريزيجية كان في ناس اختارتهم أرضا تريزيجية عنده رباط صريبة ربنا يشفي إن شاء الله يا رب مش هيكون موجود طبعا إن لسا قدامه وقتا ليس بالقصير هناك ربما لعبين مستواهم بقى أفضل مستواهم بقى أقل في ناس علية على ناس وهكذا محمد الشنوى حرس المرمى كنت اخترتوه قبل كده هل يطرى أنتوا ما دلتوا عند رأيك ولا هناك حارس آخر وهكذا يعني وطبعا ده هيبقى على صفحتكم على On Time Sports على اليوتيوب في البداية وكالعادة باقى من آخر أخبار المستجدات بنبدأ بالسؤال اللي أنا قلته لحضراتكم ثم نبدأ أولى أخبارنا نستعرض مع بعض الأول كاس مصر وماذا حدث في كاس مصر خلال هذا الأسبوع عندنا مبارتين في دور التمانية وادي دجلة أمام بيتروجيت والمفاجأة أن بيتروجيت يعبر إلى الدور قبل النهائي ويفوز على وادي دجلة اتنين واحد بالأمس المصري وأسوان في مباراة غريبة وعجيبة وبعد شوية هنعرض موجز لهذه المباراة انتهت اتنين اتنين في وقتها الأصلي ثم أربعة خمسة لصالح أسوان أبناء الجنوب بضربات الترجيح من نقطة الجزاء نشوف وادي دجلة الأول وبيتروجيت ومباراة دور التمانية زي ما قلنا في كاس مصر تقدم جورجينيو لوادي دجلة متأخر جدا في الدقيقة 84 قلنا الماتش خلص وسبحان الله تشابه كبير في توقيتات الأهداف مع مباراة المصري وأسوان ثم في الديئة 88 وقبل النهاية بديئتين سامح إبراهيم يتعادل لبيتروجيت شيء غريب وعجيب للغاية نلعب وقت إضافي على شوطين كل شوط ربع ساعة في الدقيقة 111 يعني قبل النهاية بتسع دقائق وقبل أن نلجأ إلى ضربات الترجيح إذا بعبد الرحمن البنوبي يحرز الهدف الثاني لبيتروجيت ليصعد فريق الدرجة التانية بيتروجيت إلى الدور نصف النهائي هل هناك مفاجآت أخرى لهذا الفريق صحيح بيتروجيت فريق يعني سنوات طويلة في الدوري ولكن في النهاية هو الآن في القسم الثاني فيقصي مجموعة من الأندية الكبيرة في طريقه ويصل إلى الدور نصف النهائي والله أعلم هل مغامرات بيتروجيت ستستمر أم لا نروح بقى لماتش مبارح الغريب والعجيب وأنا جاي بوهاي لايتس كامل ليه عشان ندي نموذج لكيف أي فريق يتقدم ويستريح ويحط في بطنه بطيخة صيفي وبعدين فجأة تنقلب الأمور وتنقلب إيه دا تنقلب في الوقت بدل الضائع من المباراة كلها من المباراة كلها دا يوريك إن مفيش إطلاقاً أي تهاون أي تهاون في أي مباراة سواء كاس أو دوري مصري وهتشوفه دلوقتي نتقدم بهدفين نتقدم بهدفين 2-0 وأضاع مجموعة أهداف إلى أن جاءت الدقيقة 91 مش عايز أسبق الأحداث خلينا نتابع مع بعض لقطات المباراة المصري فريق كبير وماشي في الدوري بشكل قوي جداً وهدف بالخطأ في مرماء عمر الرضا سوري أحمد الصغير أو الصغيري في الدقيقة 18 في الدقيقة 18 يعني هدف مبكر يعطي أريحية للنادي المصري طبعاً من ناحية اليمين اتعاملت جميلة جداً والعرضية الروعة جاية الله أحمد الصغير البرة ما درش يتحكم في قدمه دخلت الكرة على شمال حارس أسوان لتعلي من همم المصري وتثبت نسبياً همم نادي أسوان في الدقيقة 18 يتواصل هجوم النادي المصري وتتواصل سيطرة أبناء برسعيد الأشداء الموجودين في المركز الثالث حالياً في جدول الدوري وهو مركز رائع للغاية مع الوضع في الأتبار بعض الهجمات المرتدة النشيطة لأسوان والمحاولات وإن كانت لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى النادي المصري في أشوت الأول وتشوف الإضطراب على وجه علي عبد العال والطمأنينة على وجه علي مهر وده أمر يعني يبدو طبيعياً في ظل وضع الفريقين في جدول الدوري العام لكن أسوان الحقيقة لعيبة رجالة أوي 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 ومكافحين للغاية وفريق يحترم ومعرفش أنا سمعت يعني مش معلومة لكن سمعت معلق تقريباً أو حد بيتكلم على التفكير في الاستغناء عن خدمات كابتن علاء عبد العال يعني طبعاً هو حر مجلس إدارة أسوان في الأمر لكن أداء نادي أسوان وإمكانيات وقدرات نادي أسوان البدنية والفنية تدينا إجابة أن هناك مدير فني على أعلى مستوى على أعلى مستوى وهذه نصيحة لأصدقائنا في مجلس الإدارة يعني مش بالبساطة هتلاقي حد يعمل لك فرقة زي دي لا أدافعاً على عبد العالي حضراتكم عارفين نحن لا نتحيز إطلاقاً إطلاقاً لأي شخص لاعب أو مدرب أو غيره وإحنا بنقول كلمة الحق بما يرضي الله وفقاً لوجهة نظرنا ممكن تبقى صحة ممكن تبقى غلط لكن الشواهد هي دليل يعني إحنا ما نقدرش إطلاقاً إحنا عينينا ما تشوفش آدي هجمة للنادي المصري وثلاثة على اثنين بقى أربعة خلاص بقت سهلة جداً وتسديده برضو لكن الحظ هنا خدم النادي المصري وشوفوا الكرة العرضية سليمة جداً سليمة جداً وردت من الحارس وكان في موقف تسلل ليه يبقى تسلل وتستمر المباراة والشوت الأول ينتهي والنتيجة واحد صفر لصالح النادي المصري تمام مجريات الشوت الأول خاصة في الربع ساعة الأخيرة قدتنا إحساس إن المصري ما هواش اللقمة السائغة حتى وهو بيلعب على ملعب النادي المصري بتكلم على الأسوان طبعاً تسديده جميله جداً طبعاً ومتابعة وروعة روعة روعة لإسلام صلاح في الديئة تسعة واربعين عشان تبقى تنين صفر مفترض الليلة خلصت مفترض الليلة خلصت المصري اتنين أسوان لشيء المصري بيلعب على ملعبه بكامل نجوم وربما يغيب أحمد رفعت فقط لغير ولكن مفيش فرقة تعتمد على لعب واحد إطلاق والمصري فريق متكامل وقوي ومؤثر وبيروح للمرمى كتير وتشعر تماماً بالثقة الكاملة بعد الهدف التاني ولكن واطمئنان على وجه الكابتن طبعاً القدير الكابتن علي ماهر أكيد مدرب كبير وعمل نتائج روعة روعة وحط النادي المصري في مكانة رائعة في المركز الثالث وينافس بقوة ويحارب عليه لكن أنا هنا بكلم اللعيبة اللعيبة اطمئنة تماماً أن المبرنتات 2-0 على أسوان اللي بيصارع من أجل البقاء في الدول 2-0 وأنا بلعب على ملعبي 2-0 وأنا مطمئنة تماماً أن هناك مزيد من الأهداف ولكن علي عبد العالب تغييرات روعة 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 وتغييرات هجومية وعية للغاية من مدرب قدير وكبير وعنده خبرات عميقة جداً في الدول العام علي عبد العالي اشتغل سنوات طوال سنوات طوال وكان نداً قوياً في كل الأندية اللي كان بيلعب لها في سنة من سنوات مع الدخلية على ما أتذكر فاز على الأهل وفاز على الزمالك يعني فريق ومدرب قدير وكبير ومع الدخلية ورايح جاي مع الدخلية فاز على الزمالك رايح جاي تغييرات تستمر هنا وهناك وبدأ الألأ يظهر على كابتن علي مهر من ضغط نادي أسوان اللي احنا شايفينه قدامنا وتراجع غير مبرر والتراجع هنا أحمله للعيبة للعيبة مش لحد تاني إطلاق لعيبة على الأرض الملعب المدرب مش هينزل يلعب إطلاق وأنا كسباني 2-0 عايز مني إيه أكتر من كده كمدرب لكن اللعيبة أحيانا تتراخة وأنا هنا بكلم اللعب المصري بشكل عام لما يحس أنه ضمن المباراة تشعر كده بتخازل غير طبيعي وهجمات 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 وكان ممكن جدا جدا أنادي أسوان ينهي المباراة في وقتها الأصلي قبل ما يروح لوقت إضافي على الإطلاق شوف الهجمات يا جماعة شوف الهجمات والارتدادات السريعة وفين بقى لعيبة المصري أقف 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 ارجع سنة ارجع سنة كمان 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 بس هنا أقف هنا بص يا جماعة يعني لما بص على الأزرق أدي واحد نحيتي واحد بعدي واحد أنخل أجلي قدامهم إيه قدامهم اتنين بس سيبك من الثلاثة للورا دول ما يعملوش حاجة لهجمة سريعة يعني هو خلاص عدى من ده كمال سنة سنة كده عدى من ده خلاص ركب على ده خلاص وعدى 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 ويستطيع ويستطيع وغيرها 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 الحجمات أنا عارض هاي لايتس كاملة عشان نعلم الفرق ونعلم اللعيبة لا تطمئن إطلاقا لكرة القدم ولا تطمئن إطلاقا مهما كان تقدمك في الأهداف لأنه المباراة دي خير عبرة خير عبرة لأنها تشوف دلوقتي إن هدف أسوان جات في الديئة 91 وديئة 93 طب ده هدف لازم يخش لازم يخش لكن تألق رائع طبعا من حرس المرمة وسط هجمات يعني غزيرة من أسوان لو عديت هجمات أسوان في الشوت التاني وهجمات النادي المصري تجد أن أسوان حقق يعني أضعاف هجمات النادي المصري ده يوريك تراجع عن نادي المصري غير المبرد غير المبرد فتح مساحات غريبة وعجيبة جدا ودي فرص لو في لعيبة في أسوان بتجيد ضربات الهواء كان الوضع تغير تماما وإيه وعد تنسى إن لعيبة أسوان لو حطيت كده قياس مالي قياس مالي دول بكام ودول بكام لا الفرق كبير برغم إنه النادي المصري ما اشتراش بأرقام كبيرة لكن إذا حطينا مقارنة بين نادي أسوان كلاعبين والنادي المصري كلاعبين كقيمة مالية لا وجه المقارنة أنا عارف أنا أقول إيه طبعا تتوالى الهجمات الغريبة والعجيبة وتزديدة وروعة روعة روعة ولو لا والرجل بص حارس المرمه الجنن بتاع النادي المصري لأنه مش مصد اللي بيحصل أنا كسبان 2-0 يجي فييه هدف ثم هجمات بهذا الشكل الغريب والعجيب أمر طبعا بص لو في لعيبة بتجيد ألعاب الهواء في نادي أسوان لكن خلينا نقول دي إمكانيات وقدرات بلعبوا لعب جماعة حلو عندهم إرادة حديدية لعيبة أسوان الحياة ودي طبعا هدف خادع للغاية خادع للغاية فين بقى في دقيقة كاميرا مع ده عامر الرضا في دقيقة 91 في دقيقة 91 والراجل كان مدي أربعة دا أول عن آخر دي دقيقة منهم في دقيقة 91 يعدل أسوان النتيجة من 2-0 لـ 2-1 طبعا دي نتيجة خادعها الهدف ده بيحصل كتير قوي مش هلوم فيه قوي حارس المرمى لأنه كان لعب رقم 8 قاطع من قدامه تصور نهين مسكرة ملامسهاش راحت في البعيدة بهذا الشكل بقت 2-1 تمام ممكن نادر مصر يتماسك لم يتماسك وضغط أسوان وضغط أسوان ومن زاوية صعبة 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 للصبح وحطها في الدياء أشرف مجدي في الدياء 93 مباراة مجنونة مجنونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى أسوان في الدياء 91 يعمل النتيجة 2-1 وفي الدياء 93 يعمل النتيجة 2-2 علشان يجبر المباراة أن تطول إلى ضربات الترجيح سوري إلى وقت إضافي على شطين وقت إضافي على شطين حاول هذا وحاول ذاك لم يستطع أسوان أن يسجل ولم يستطع المصري أن يسجل لكن في الوقت الأصلي هي معجزة بكل المقيس تدينا نصيحتين همتين للغاية النصيحة الأولى اوعى تطمئن إطلاقاً إلى كرة تشوف الراجل هيتجنن هيتجنن عنده حق أنا مدير فني فريق بحجم الندي المصري بجماهريته وعرقته وتاريخه وجماهيره والدنيا كلها كسبان 2-0 على ما لعبه اوعى تنسى الجملة دي وبعدين الوقت يخلص وفي الديئة 91 والديئة 93 أخر المتعدد شيء بصراحة كده بالبلد ينقط وبعدين نلعب مباراة أخرى من شوتين كل شوت ربع ساعة أعزر أسوان أنها تراجعت قليلاً للدفاع وهذا أمر طبيعي للغاية بعد إدراك مجهود رهيب أنا قلت طبعاً نمرة واحد في ما يتعلق باللي احنا استفدناه من هايلايتس دي إن ما تطمئنش أبداً نمرة اتنين إنه الفريق اللي مغلوب لا ييقس حتى الثواني الأخير آدي الحكمتين اللي احنا طالعين بيهم من العرض اللي قدام حضراتكم ده لا تطمئن لا تيقس لا تطمئن لللي كسبان على ملعبه مستريح ولا تيقس للمغلوب خارج ملعبه ويستطيع وهذا حدث وكان ممكن جداً تبقى الكرة رحيمة على النادي المصري في ضربات الترجيح ولكن سبحانك يا رب سبحانك يا رب المصري اللي كان كسبان اتنين صف طبعاً الراجل ده ما عرفش بيلعب بيمينه الكرة دي ليه ده الكرة جاية ومن رغم انه ده أغسطن أوتو أموتو ده جاب هدف يدرس في الماتش اللي فات وروعة روعة ده أسهل منه دي شليون مر لكن هي كرة القدر لم تكن بقى رحيمة على النادي المصري فبالرغم انه صحيح كان كسبان اتنين وتعادل وصحيح انه اتعادل في الدية 91 ودية 93 لكن كان ممكن تباكرة القدم رحيمة بيه في ضربات الترجيح ولكن استمرت الكرة لتعاند فريق النادي المصري لتخازل لاعبي لتخازل لاعبي بعد ادراك هدفين نظيفين وتراجعهم دون مبرر وتفرطهم بشكل غير احترافي على الاطلاق عشان نروح لهذه الضربات وكانت كلها متقنة الحقيقة فيما عدا اللاعب الكبير اللي يعني امتدحناه كثيرا جدا جدا اوستن اوموتو يطيح بالكرة بغرابة شديدة جدا هو لعب قوي وعفياجي وبيعرف يجيب اهداف وبيشارك بقوة ولعب مهم عشان لا نحبطه على الاطلاق وفكرنا بحسام غالي في الامارات لما حطت واحدة في المدرجات فوق وانا بعلق قلت اهو اخت حسام غالي بالزبط قلت ما هياش ضرب ضرب الجزاء دي ضربة ركنية لكن الكل بيخطئ يأموتو ما فيش مشكلة اطلاقا حظوا ان هذه الضربة هي الاطاحت بالنادي المصري اللي كان بيأمل في مواصلة المشوار ولما لا يطمع في لقب وكأس يجلبها الى بورسعيد ويخش الكونفدرالية لكن هو درس بكل ما تحمل الكلمة من معا مملوكش بعد هذا العرض الا اننا اقول لجماهير بورسعيد هاردلاك ولمجلس ادارته هاردلاك وللمدير الفني هاردلاك واشد على اذن لعب النادي المصري لم تكونوا على المستوى بعد ان تقدمتم بهدفين نظيفين كان يجب عليكم استمرار الكفاح بقوة وعدم الاطمئنان الى هذه الكرة المستديرة التي لا تعلم متى ستتوقف عندما تتضحرج هذا هو الامر فيما يتعلق بكاسم طيب نتائج دور الستاشر بشكل عام دون استعراض للأهداف ودي دجلة يفوز على الاتحاد سكنداري كان واحد سفر قبل ما يلتقي مع بيتورجيت ويطلع المصر يفوز على طلاع الجيش ثلاثة واحد قبل ما يلتقي مع أسوان ويخرج مصر المقص يفوز على سيراميكا اتنين واحد أسوان على الجونة واحد سفر ووصل تقدمه وأخرج المصري ثم الزمالك يقصي الإسماعيلي بهدف أشرف بن شرق دور التمانية فاضل في مباراة مصر المقصة والزمالك طبعاً فيه عندنا آخر مباراتين في دور السبتاشر بيرامدز أمام سموحة والأهلي أمام امبي الدور بقى نصف النهائي فيه اتنين حجزوا مقعدين بيتورجيت وأسوان بيتورجيت هيلتقي مع خلي بالك الفائز من الأهلي وامبي هيلعب الفائز من بيرامدز وسموح نفترض وده افتراض يا جماعة عشان محدش يزعم لأندي اللي مش هقوله إن الأهلي وبيرامدز هم اللي كذب يلعب الأهلي مع بيرامدز الكذبان منهم يلعب بيتورجيت خلينا حط الافتراض التاني عشان امبي وسموحها ما يزعلوش نفترض إن امبي وسموحها هم اللي كذب يلعبوا مع بعض وكذبان منهم هو اللي يلعب بيتورجيت على الجانب الآخر أسوان هيلتقي مع الفائز من الزمالك ومصر للمقصة هل هناك مفاجآت أخرى في هذه الكأس المجنونة عشان يصل للدور نصف النهائي نادي من القسم التاني ثم نادي آخر وهو أسوان يصارع معارك الهبوط كأس مصر دائما كلها مفاجآت نروح بقى لمباريات الدوري اللي تلعبت هذا الأسبوع واهدنا مع حضراتكم زي ما انتم متعودين معنا انه احنا بنطلع يوم الثلاث والأربع والخميس ما يحدث قبل يوم الثلاث بنستعرضه مع بعض يوم الثلاث عشان واحنا بنتابع الأخبار نبقى قولناها مع بعض طيب نشوف نتائج مباريات الجولة الخمسة وعشرين مصر ووادي دجلة اتنين اتنين أسوان يلقى هديمة على ما لعبه بأسوان من الاتحاد السكندري صفر اتنين طلاع الجيش وسيراميكا كليوباترا اتنين اتنين امبي والانتاج الحربي واحد واحد سموحة والمقولون العرب اتنين اتنين الجولة يجرع الزمالك فقدان نقطتين همتين جدا في مشوار قمة الدوري بالتعادل بدون اهدف نتابع اولا الاتحاد السكندري واسوان اللي فاز فيها الاتحاد السكندري على ملعب اسوان الجميل اللي قدامكو ده اتنين لشيء هدف اول عبد السميع ابراهيم في الدقيقة ستين لسيد البلد الحادسكندري اللي كان محتاج قوي الفوس ده بعد الحياة سلسلة من الهدائم والتعادلات ثم كرة غريبة وعجيبة محمد الصباحي في الدقيقة ستة وسبعين اتنين تحادسكندري اللي شيء اسوان المقاصة والمحلة وباسم مرسي في الدقيقة تلاتة وتمانين تلاتة نقط غالية جدا 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 للمقاص ما شاء الله مع الكابتن العظيم المصري ودجلة ولغراتمات اخرى للنادي المصري احمد عاطف في الدقيقة الاولى في الدقيقة الاولى من المباراة احمد عاطف هدف لوادي دجلة فريق غريب وعجيب ويجننك بيلعب احلى كرة ولا يستطيع جني النقاط بالشكل الكافي كلم على وادي دجلة مصر يعود بمنتهى القوة وضربة رأس روعة 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 من سعيد وسنبوري في الدقيقة تسعتاشر بقت واحد واحد لكن وادي دجلة سريعا احمد سعيد من ضرب الجزاء جميلة يا لعيب خطها حلوة قوي قوي بقت اتنين واحد لكن ما قدرش وادي دجلة يحافظ على الثلاث نقط اللي كان احوج ليها تمام احمد شديد اناوي في الدقيقة واحد وتسعين معرفش الوقت بدل اضع حكايته ايه حطها بشماله جميلة 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 عشان يعود بنقطة للنادي المصر امبي والانتاج الحربي واحد واحد بداية يتقدم احمد العجوز لانبي في الدقيقة 58 ولكن بعدها ب6 دقايق وفي الدقيقة 64 محمد طلعت من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ينتهي اللقاء واحد واحد نروح بقى للمباراة قوية جدا جدا طلاقع الجيش مع نادي سيراميك في الثانية 12 في الثانية 12 اسلام محارب هدف سريع جدا 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 لكن ميدو جابر يخش ويعدي وتزديد حلوة قوي قوي ميدو هدف من اجمل الاهداف من اجمل الاهداف واحد واحد ثم احمد ياسر ريان تزبيت ولف ويا ولد يا لعيب فرود 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 في الضياء 35 اتنين سيراميكا واحد الطلاقة ولكن في الضياء 82 ناصر منسي بهدف جميل 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 لان طلاقع الجيش لم يكن يستحق الهزيمة الحقيقة ولف جميلة 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 اتنين اتنين سموحة والمقاولون العرب وايضا مارتون في منتهى القوة الحقيقة بين الفريقين وهدف روعة 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 للمقاولون العرب امر سابيولا في الضياء 13 ولكن مصطفى فتح تفرج على مصطفى تفرج على مصطفى فتحي وجمال مصطفى فتحي وروعة مصطفى فتحي واداء مصطفى فتحي واللي هيجلني مصطفى فتحي في الضياء 27 هدف مارتوني ده لازم نعيده يحمد ده لازم نعيده بص على الخط واحد اتنين يا سلام يا سلام على اللفة وجمال يا سلام على التزديدة وروعتها يا سلام على الترئيسة وشياكتها يا سلام على الحطة وجمالها روعة 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 يرجع مرة تانية محمد نادي يحطها حلو حلو في الضياء 46 اتنين واحد مقالون العرب يقبل هزيمة وفي الضياء 59 فاروق نور الدين ليتعادل المقالون العرب مع اسموح اتنين اتنين لكن حقيقة مباراة مرة ثونية في منتهى القوة بين فريقين كبيرين فريقين كبيرين فاروق خطف خطف الجونة والزمالك والزمالك يحبط جماهيره بتعادل غريب وعجيب ولكنه امام الجونة اللي تعادل ايضا مع النادي الاهلي عشان لا نقلل مما حدث للزمالك وندي حق الجونة الحقيقة اللي بيقدم اداء طيب جدا 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 مع موديل الفني الشاب رضا شحاتا وتشعر الجونة وكانه فريق يتطلع الى المربع زهبي في اداءه فاتته نقاط مهمة لكن فريق قوي فريق قوي بص 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 الجمال ينهى ربيض ينهى ربيض طبعا زمالك اللابس ازرق في الهاجمة اللي فاتت دي وشيكبالة بيمينه عملها عرضية حلوة قلوة لأوباما لكن أوباما يعني لو لوح الزمالة مكة لوح الزمالة مكة يمين او شمال طبعا انا قلت قبل كده ان الكورة ما تيجي من اليمين حطاها في نفس اتجاه اللي جاية منها ما تحط في حتة تانية وما تفكر اطلاقا اطلاقا بيواصل الزمالك طبعا في الشروط التاني عجماته ومحاولاته لكن الجونة كان متماسك جدا 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 ومؤدي اداء اكثر من رائع الحقيقة واستطاع ان هو يخرج بالمباراة الى نقطة وهي نقطة جيدة اذا حطينا في الحزبان ان انت بتلعب قدام نادي الزمالك واحد من اقوى الفرق مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي باكمال وهذه حقيقة مؤكدة حقيقة مؤكدة يعني الشروط التاني واحداثه قدامنا هجمات عديدة طبعا الجزيرة ده كان لازم تلعب بالعرض يا جزيرة دي ما تلعبش كده ابدا ابدا مش ده الجزيرة يا جماعة جزيرة اه لازم بالعرض دي يا جزيرة لازم بالعرض والراجل قطع لك من الشمال لجوه كان لازم لازم عمل تغييراته كارتيرون و ما عندكش حظ يا سيف سيف فاروق جعفر طبعا مسك راسه لانه الكرة دي تحطه في حتة تانية لكن هي دي كرة القدم هي دي كرة القدم يا جماعة ومعيني خلي بالك انه سيف لسه يعني مدال بدايات المشاركات لكن هو لعيب عنده امكانيات جيدة واعتقد ان شاء الله مع منحه ومزيد من الفرص هيكون مكسب ان شاء الله لنادي زمالك بإذن الله ان شاء الله طبعا كارتيرون في حالة عصبية شديدة جدا 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 و يعني يتمنى ان يحقق طبعا نتائج يجابية ويبحث عن القاب ناردة واساب السعودية وجي مصر هنا مع الزمالك يبحث عن القاب ناردة ممكن لو استاذ مامدوح عباس الرئيس الاسبق لنادي زمالك عمل اتنين تويتا كده غراب الشكل واحدة منهم ناقص يقول ان هو كارتيرون لان قالك نادي كبير جدا مديره الفني ووكيل اعماله بيتواصلوا مع اكثر من نادي في الخليج وهذا المدير الفني شرط الجدائي مع نديه الكبير مية وخمسين الف دولار اول بقى مية وخمسين الف دولار خاص عرفنا كلنا ان هو بيتكلم على كارتيرون لانه شرط الجزائي في عقد كارتيرون هو مية وخمسين الف دولار ده الاستاذ مامدوح عباس ناردة عمل هذه التويتا وعمل تويتا تانية برضو رسالة الى ودير الشباب ورياضة الدكتور اشرف صبحي انه حد من الوزارة بيطلب من اللجنة الثلاثية او اللجنة التي تدير نادي الزمالك عضويتين مجانيتين وقال لو انت عايز تعرف مين كلمني ده الاستاذ مامدوح عباس طبعا انا عايز اجيب الخبر اليقين اكيد فكلمته وقال لي بس مفعش ان انا اقول لانه اولا انا غير متأكد عشان ابقى صادق يعني من المعلومة لكن هو كتبها على مسئوليته وهذا امر خاص بيه لكن انا بحكي زي ما انتوا عارفين ما بعرب شمسك لساني لكن ما قدرش اقول اسماء لانه انا ما عنديش اي تيقن على الاطلاق من هذه المعلومة صحتها من عدمه لكن ده كتبه سيد مامدوح عباس نسيد طبعا ابارك للنادي الاهلي انجازه الرائع والسوبر الافريقي الذي تحقق على دهد باركين بهدفين نظيفين والهدف الرائع الاول لمحمد شريف والحقيقة يعني انا بقول الكلام ده مش عشان حاجة والله لكن عشان تتأكدوا اللي بيتفرجوا ان احنا لما بنتشعبط في اسم من الاسماء ونفضل ندوس احنا في النهاية هدفنا المصلح وهنا بنتكلم على المصلحة الاندية سيكون نتكلم على اهلي على زمالك على اسماعيلي على كده على كده نتحدث دوما عن المصلحة وفقا لرؤيتنا وممكن نكون صح وممكن نكون غلط محمد شريف منقذ منقذ في مجموعة من المباريات محمد شريف هو المنقذ وتتذكروا الحملة الجبار اللي انا عملتها بفضل الله علشان محمد شريف ياخد حقه الطبيعي كراس حربة للنادي الآن ساعة لما جاب وولتر بواليا يوم اللاربع مضى بالليل يوم الجمعة لعيبه اساسي لعيبه اساسي بعد يوم ما تشن ثلاثة حمل الولد ما لا يحتمل الولد وقع وولتر بواليا وخفنا على محمد شريف لكن سندناه من هنا وبقوة وانا طبعا بسعد جدا لما اللعيبة بتتبعنا علشان يشعروا بكيانهم انا لما بسانت حد لاعب وتحدث عنه انا بتحدث عنه عشان اسنده مش عساء عشان بعض البرامج مع الاسف الخاصة بالاندية تقولك ده متحد بيقوم اللعيبة على الجاية طبعا اذا كلام غير واعي كلام غير واعي لما نتكلم عن لاعب جيد ولعب قوي احنا بنديره حقه قدام الجماهير يشعر بذاته ويشعر بكيانه مش هيبقى احنا والنادي عليه واقصى درب النادي الجهاز الفني مثلا يعني الذي لم يستطع ان يكتشف قدرات وامكانات لعبية لعب اتكلم على محمد شريف مثلا في الحتة دي بالذات وانتوا تتذكروا ان عملت حملة جبار انا ما بقولش ان المسلمان يسمعني شا ما حدش يقولك عم انت يعني فهم انا ما غيرتش كونه ولا حاجة ابدا انا دوري ان انا بدي للعب كيانه امام الملايين وهو يعلم بفضل الله ان احنا متابعين بقوه وبالتالي اللعب يشعر بنفسه فما يحبطش فلما ييجي يلعب يبقى هو مل قلبه وصدره ثق من الاعلام اللي بيديله وضعه وهو جالس على الدك انا بديك حقك ووضعك وانت على الدك او ربما خارج الدك قناعة من جانبنا بخدرات هذا اللعب كلمت قبل كده على مجد افشل لو تفتكره كلمت عليه لما راح عبدالله السعيد بيراميدز وقعد هو على الدك وكان احيانا بر الدك وسندناه بقوة عشان نديله ثقته في نفسه وقت رامون دياز لو تفتكره ووقت حساب حسن لو تفتكره هذا اللعب الموهوب اللي اسمه مجد افشا ما كانش بيخش التمنتاشر في بيراميدز ما كانش بيلعب لكن انا كنت شايفه بوضوح وحسه بوضوح لانو امكانيات اللعيبة العالية مش محتاجة خبير بس محتاجة حد يكون جريء شوية ويسبح بعض الوقت ضد الطيار الطيار هنا ايه نادي كبير بحجم النادي الاقل بسكننا متكلم على بيراميدز او غيره او غيره او غيره الفرقة بتكسب وكده وكده لما تيجي انت تتكلم على واحد والفرقة ماشي تمام يا عم ما تزكت يا عم انت مالك يا عم انت تعمل فيها مش عارف هرق كده كلام اللي انتوا عارفينه اللي هو بيطلع من زقلط وبقلط يعني لا زقلط يعنينا ولا بقلط يعنينا فنحن نتحدث دائما عن اللاعبين المجيدين ده جيه الكلام بهذه المناسبة ببارك للنادي الاهلي السوبر الافريقي والفوز على نهضة بركان بهدفين نظيفين ربما اكتر حاجة زعالتنا من هذه المباراة هي اصابة طبعا اللاعب الموهوب مجدي افشا ولكن وطبعا محمد هاني كمان والمشكلة ان النادي الاهلي ما عندوش باكرايت النادي الاهلي ما عندوش باكرايت لانه بيكهم كان بيلعب دائما مع دجلة قلب دفع وكان مجيدا ورائعا ورائعا حتة الباكرايت دي لوحته وخلصيته ده طبعا مجدي افشا ان شاء الله يرجع بألف سلامة ارجع تاني لحكاية الباكرايت في النادي الاهلي ما فيش الا محمد هاني وكمان لن يتطور محمد هاني واداؤه اذا لم يجد منافسا قويا على الدك وربما البعض شايف انه محمد هاني انا طبعا بحب جدا محمد هاني كشخص انسان جميل ورائع وراقي وايضا كلاعب لكن الاونة الاخيرة بمنتهى صراحة يا هاني عندك يعني مستوىك مش هو اللي احنا شفناك عليه وفي وجود احمد فاتح يعني احمد فاتح لما كان موجود كان من احورك وبالتالي كان مسماني بيلعبك احيانا لأحمد فاتح وكان لديه الحق لان كنت انت في الوقت ده ما شاء الله مبهر لما ما بقاش على الحجر غيرك ريحت يا هاني شوي ما بقاش ده ادائك لكن انت عندك قدرات وامكانيات وتستطيع ان تصل لمستوك اللي احنا نعرفه عنك لازم النادي الاهل يبحث عن باكرايت لازم النهاردة قعد محمد هاني قال في السلام عليه ويرجع بالسلامة طبعا هيضطر يلعب يا ام اكرم توفيق يا ام بيكهم لا اكرم توفيق باكرايت بيقدر بس ما هواش اللعب المارن ما هواش الباكرايت المارن اكرم توفيق ارافي وسط الملعب وسط الملعب حقنا زي ما بقوله بلغة كرة القدم يعني باكرايت ما عندوش مرونة الباكرا ما عندوش مرونة اللعب على الجير اللي هو خط اللابيض للعالمين ده ده عايز لعيب زي احمد فاتحي طبعا هو الابهار كله في مركز الباكرايت احمد فاتحي هو الابهار بمنطقة صراحة على مدار سنوات طوال احمد فاتحي هذا المكان مكتوب باسمه يعني يكتب كده بالانجليز باكرايت لازم يكتب بعد منه احمد فاتح محمد هاني عايز كمان واحد لازم لجنة الكرة في النادي اللي قال تفكر بجدية انه تشوف باكرايت كويس معرفش النهاردة اسمعت حد بيتكلم على الكريم فؤاد لعب امبي انا توصلت مع كان هو اساسا بتاع النجوم وهو اساسا عارته خلصت يوم واحده تلاتين الشهر ده يعني مبارح ولم يتواصل نادي امبي مع نادي النجوم عشان يخلصوه لانه وفقا للعقد اللي ما بينهم اعتقد مطلوب 15 مليون او حاجة زي كده اذا اراد امبي ان هو ينهيه فواضح ان هو لم يكن مدى من غاية مبارح مجددش اصبح نادي النجوم في حل من امره مع نادي امبي يعني يقدر هو يسوى لأي حد تاني ناس قالوا انه النادي الاهلي بنسبة كبيرة جدا هياخد كريم انا توصلت مع نادي النجوم برضو بعلاقاتنا يعني ما فيش اي مكلمات ولا محادثات اطلاقا مع نادي النجوم حتى اللحظة حتى اللحظة ربما اللي قال او اللي عاد او بتاع سمع وربما فيه كلامه عموم الكريم لعيب ممتاز طيب مين بديل مجد افشا في النادي الاهلي ده سؤال انا كنت جاوبت عليه من اربع سبوع اللي فات كنت قلت لمسيماني في ناس تقولك انت حطت مسيماني في دماغك والله ابدا خالص لمسيماني ولا غير مسيماني انت اللي امتابعك واس قوي هيعرف ان احنا بننتقد عندما نرى ان للنقض مجال وسبب وممكن نكون صح او غلق عشان برضو الكلام يبقى واضح سواء مسيماني او كارتيرون او ده او ده اي حد يعني كنت قلت لازم مسيماني ي ازاي بقوله يقطر لناصر مان يعني يقطر يعني يديله يديله يعني ماتش الاهل كسبان اتنين ادي الناصر مان ماتش مع فرق ادي الناصر مان يعني ماشيه مع مجد افش على فكرة وده رأيه وده رأي الشخص انا رأي الشخص الذي لقيمة له على الاطلاع ناصر ماهر لا يقل لجودة حتى المباراة الاخرى يدوبك يعني مفيش لازم اصبر عليه شوي الكتش الفاهم اللي يعني صار يعرف ان هذا اللاعب عالي المستوى يعني ولكن كل ما في الامر ان هذا اللاعب العالي المستوى محتاج شوية وقت عشان ينفض الغبار الذي تراكم على جتديه من طول الجلوس خارج الملعب اي اللاعب في الدنيا لو قعدته فترة طويلة وجيت نزلته مش هيديلك المردود اللي انت عايزه لا يمكن لو كان ساحر لكن لازم استخدمه واستحمله سنة سنة في سنة لغاية لما يجيه مستوى مستوى ناصر ماهر اللي انت شايفينه اللي انت شايفينه ده هو ده ناصر ماهر ده اللي انت شايفينه قدامكم على الشاشة هذا هو ناصر ماهر ده كان يعني اتصور مهندس فرج عامر ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا ويحتفظ به في سموح واحد يقول لي اصل سموحة فرقة لا فرقة مصوير سموح فرقة كبيرة ومليانة لعيبها نار نار يعني سموحة فريق له ثقل فلما يلعب في وسطيهم ناصر ماهر بادا المستوى اللي خلى النادي الاهل يجري في نهاية الموسم عشان يسحبوا من سموحة طب هو بعدين جاء الوقت ليشارك ناصر ماهر هذا ما اتصوره اللي اذا كان هناك اختراع اخر لدى موسيماني لا احد يعلمه عايز اقول لكم شوفوا يا جماعة الاهداف وجمالها شوفوا ايه بقين خلي بالك ناصر ماهر ده عنده كم سنة ده تحت تلاتة وعشرين سنة بيلعب في المنتخب الاولمبي واللي تابع فيكم المنتخب الاولمبي في الدورة الافريقية الاخيرة كان مكسر الدنيا ودام كل الافريق مكسر الدنيا لعيب عنده كل مميزات اللعب رقم عشرة يعني في البطولة كان مصاب حرم منه المنتخب الاولمبي لكن كل التصفيات وقبليه الاسبع والابصار عنده كل مقومات اللعب رقم عشرة حطه كرة تحت رجله بيعرف يحتفظ بيها بيعرف يتحرك بالكرة عرضي يعرف يصنع هجمات متقنة وارسال كرات رائعة للمهاجمين بيعرف يجيب جوان هداف بيعرف يجيب جوان طب انا هذا اللعب انا بديله حقه عشاش عشان زي ما قلت من شوية اديله ثقة في نفسه قدام الملايين وانا هنا اتكلم حقاق انا ما بجملش حد على الاطلاق كنتوا عارفين كده عني وربما ده سبب جوم كاترين منكم وعنديش مشكلة في حكاة دي وكل الاراء على دماغي من فوق معا ده طبعا الخروج على الاداب العامة ده زوء لطبوء لطمناش لاخلي بيه لكن الاراء الفنية على دماغي من فوق واتقبلها كلها فناصر مهر انا بديله حقه وانا متأكد انه هو خلاص الدور عليه يعني طبع ربنا يعني يرجع مجد افشا بألف سلام وهو لعيب مهم جدا 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 لكن انا زي ما بدأت حديثي بقول ان ناصر مهر ومجد افشا على نفس الستيج على نفس المسرح على نفس الدرجة استفيد من اتنين جمدين قوي عندك قوي ادي ده ودي ده وبعدين نهارده اللعب الكتير لمجدي مقدرش مقدرش وفيه اوقات ببقى مش قادر الولد بيكافح وعندك جوهرة اخرى توازي الجوهرة اللي اسمها مجدي افش ياخد ويلعب عايز اقول لكم في وجه تنظري افضل اربعة يلعبه في مركز عشرة لوصاني الالعاب المهاجم ده في مصر اربعة عبدالله سعيد مجدي افشا ناصر ماهر محمد ابرهيم واحد قال لي يعني ما قلتش اوباما مش دلوقتي مش دلوقتي عبدالله سعيد نمرأ واحد في النادي لكن في المنتخب انا ما قدرش ابدأ بعبدالله سعيد حاليا كل الاحترام لعبدالله ومزعالش طبعا لعب كبير جدا جدا وفي اي نادي هو يلعب طبعا لكن بنكلم على منتخب مصر مبدأش بعبدالله لكن يبقى ورقة رابحة عندي قدر اديره نصف ساعة خمسة وعشر ديئة كده لانه بحكم الدمن وكده وكده الموجود بيقل شوية في ظل المباريات الافريقية العنيفة فهي فهيبعدد تلاتة دول في رأيه مجد افش ناصر ماهر محمد ابراهيم اذا استمر على مستوى وعيلي كمان لكن لو نزل اراطين ما ينفعش تلاتة دول هم صانع الالعاب في مصر حاليا يعني دول الافضل من وجهة ناظري اذا ما دا ما عندك لعيب كبير زي ناصر ماهر بكلم مسلماني داته الفرصة ياخد وضع طبيعي انا ما عرفش هو انا الدماغ في ايه مسلماني لكن انا في رأيي اي حاجة غير كده تبقى تأليفة جبارة يعني جبار لانه وليد سليمان كل الاحترام له انا ما عرفش دماغي مسلماني في ايه لكن وليد سليمان لعيب كبير جدا لكن لا يمكن ان يبدأ مباريات على الاطلاق في هذا التوقيت على الاطلاق وليد سليماني يصنع الفارق ودونا لو عندك هدف لو وليد حطها يا احمد عشان نشجعه ونحييه وليد سليمان لعيب كبير جدا جدا وبدأ مشاركاته مع مسلماني في الاوقات الصح مرة كده بدأ بايه كان غلط كبير واتصب وحاجات كده يعني لكن وليد سليمان اللي قدامنا ده لعيب كبير جدا في اخر خمسة وعشرين دقيقة اخر ستة وعشرين دقيقة اخر اتنين وعشرين دقيقة يحدث الفارق لما يكبقى سليم وعضلاته سليمة وبنيانه سليم وليقته البدنية عالية يحدث الفارق في هذا الدمن من اتنين وعشرين لستة وعشرين دقيقة انما اللي يلعب من بدايات المباريات هو مجد أفشا وناصر إبراهيم وناصر ماهرا متأسف والاتنين على ستج واحد على مصرح واحد على خشبة واحدة على مستوى واحد بشرط ان ناصر مهر ياخد كمان هذا هو رأيي المتواضع جدا الذي لا قيمة له على الإطلاق على الإطلاق طيب يبقى احنا اتكلمنا هنا عن الحكاية دي بكرا ان شاء الله هيبقى عندي حوار آخر ان شاء الله مش هقوله عشان ممكن حد ياخده ويعمله فلا بس بكرا حاجة برضو شبيهة باللي انا عملتها عن عرضة كده هستعرضها بكرا ان شاء الله مهمة اوي 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 للجماهير تشوفها بيعنيها بكر ان شاء الله طيب ترتيب جدول الدوري العام بعد انتهاء الاسبوع الخمسة وعشرين الزمالك رغم التعادل الاخير مدالة مغردا بمفرده برصيد خمسة وخمسين نقطة من خمسة وعشرين مباراة آل في المركز التاني واحد واربعين نقطة من تسعتاشر مباراة المصري في المركز التالت اربعين نقطة من خمسة وعشرين مباراة سموحة في المركز الرابع سبعة وثلاثين نقطة من خمسة وعشرين مباراة مصر مقاصة في المركز الخامس ستة وثلاثين نقطة من اربعة وعشرين مباراة بيرامدز في المركز السادس اربعة وثلاثين نقطة من واحد وعشرين مباراة الاتحاد السكندري في المركز السابع 34 نقطة من 25 مبارا امبي في المركز الثامن 33 نقطة من 25 مبارا سيرميكا كيليو باتر في المركز التاسع 32 نقطة من 24 مبارا طلاق الجيش في المركز العاشر 31 نقطة من 25 مبارا الجونة في المركز الحداشر 31 نقطة من 25 مبارا غزل المحلة ما شاء الله في المركز الـ 12 31 نقطة من 25 مباراة المقاولون العرب في المركز الـ 13 28 نقطة من 24 مباراة الإسماعيلي بعد خصم الثلاثة نقاط وبعد الفصل هقول لكم حكاية الثلاثة نقطة دي 26 نقطة من 24 مباراة أسوان المركز الـ 15 24 نقطة من 24 مباراة البنك الأهلي في المركز الـ 16 19 نقطة من 23 مباراة ودي دجلة في المركز الـ 17 18 نقطة من 24 مباراة ثمية الإنتاج الحربي في المركز الأخير 14 نقطة من 23 مباراة زي ما أنت في الجدول كده هتبص تلاقي إحنا العبنا في الجولة الـ 25 طيب خلي عينك كده على الجدول معا الأهلي فضلوا 6 مؤجلات 6 مؤجلات المصري لعب ماتشاتو كاملة سموحة لعب كامل مصر مقصة له مباراة بيرامدز له أربع مباراة تحاة سكندري لعب كامل امبي لعب كامل سيراميكا لها مباراة طلع الجيش لعب كامل الجونة لعب كامل غز المحلة لعب كامل الماولين لها مباراة والإسماعيلي لها مباراة وأسوان لهم مباراة والبنك الأهلي لهم مبارتين ودي دجلة لهم مباراة ولا انتاج الحرب له مبارتين انا قلت التأجيلات دي كلها ليه عشان تعرف ان احنا عندنا عدد كبير من المباريات الموجلة طب ده زنب اتحاد الكرة اقولك طبعا لا طبعا لا لانه ظروف المشاركات الافريقية فرضت هذا الامر معها طبعا لا اوضع في اعتبار كان هناك برضو تأجيلات بسبب الكورونا واندما تزيد عن عدد معين بالنسبة الفيرة بتتأجلها مباريات هذا ليس يا زنب اتحاد الكرة على التأجيل لكن اتحاد الكرة هنتكلم في الجزء الاخير منه بعض قال طب وبعدين يعني هفضل انا كزمالك مثلا العب وما نشعارف الاهلي هيعمل ايه طبعا لما الاهلي يلعب من وجهة نزل زمالك ويفقد نقاط هيشجع لعبة اكتر في المورات اللي بعدها غير لما الزمالك يشعر انه بيفقد واسد مستني رائد كده لغاية لما ينقض على فرائسه تباعا هذا هو الامر فصح طبعا لما الاندية تطلب من الماتشات تتلعب عشان كده صعب قوي ان احنا ننهي الدولة زي ما كان بيتقال في اغسطس لكن نحاق يعني ده هذا حوار اخر طيب ناخد من اغندا الكابتن ياسر عبد الوهاب وهو رئيس جهاز كرة السلة رئيس طبعا رئيس بعت نادي الزمالك ورئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك واللي فاز ما شاء الله ببطولة افريقيا الان بي اي اللي بتتلعب لاول مرة في افريقيا يا كابتن ياسر مساء الانوار كابتن ميت حتنساء الانوار ازاي حضرتها يا رب تكون بخير ومليون مليون 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 مبروك الله يبارك فيك يا كابتن الحمد لله مبروك لنا كلنا دي او وبيحفزهم ازاي يلعبوا في روح وازاي يلعبوا في روح الفانيلا البيضة انت عارف تاريخ نادي الزمالك بكرة السلة كبير جدا نا الحمد لله ان احنا ادلنا ان احنا نحافظ على التاريخ ده وندفلوا بطولة اعصاك ان هي الاقوى والاكبر في تاريخ نادي الزمالك طبعا طبعا مليون مبروك يا كابتن ياسر وتيجوا بالف سلام ان شاء الله اشكرك انا بس اذن حضرتك بس عايز اشكر دكتور اشرف صبحي لانه في البطولة سيمي فاينال فاينال كان دايما يتصل وبيطامن على الفريق واول واحد بركت لنا بعد المباراة على طول على البطولة يعني كمان الدكتور مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد كورس السلة باستمرار بيتصل بياه وبيطامن على الفريق واشكره كمان لان هو احنا كان عندنا هنسافر من هنا ان شاء الله عندنا مباراة في مسائنا للدورة في القاهرة فهو اجلنا المباراة اليومين عشان الظروف اللي حصلت في السفر وتأخرنا فانا بشكره وان شاء الله يعني كلنا بإذن الله كلنا بنمثل مصر ودي ده فخر فعلا لكورس السلة المصرية مليون مبروك يا كابتن وبالتوفيق دايما ان شاء الله ربنا خليك يا كابتن متشكر كسا شكرا 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 جزيلا وبمناسبة الدكتور أشرف صبحي الحقيقة يعني علمت من مصادر الخاصة انه هناك تفكير جاد واعداد قوي جدا لمجموعة من اللوائح المالية لكل مؤسسة لائحة مالية خاصة يعني الاندية سيكون لها لائحة مالية با كان على نقدر شباب هتعمل ده الاندية هيكون عندها لائحة خاصة بيها الاتحادات الرياضية هيكون عندها لائحة خاصة بيها اللجنة الأولمبية هيكون عندها لائحة خاصة بيها مراكز الشباب هيكون عندها لائحة خاصة بيها هذه اللواحة المتنوعة ستصدر من جانب ودارة الشباب ورياض هذا أمر رائع لأن ما يسري على الاتحادات ربما لا يسري على الاندية أو ربما لا يسري على اللجنة الأولمبية أو على مراكز الشباب إذن كل تصنيفة من هذه التصنيفات تحتاج لائحة مالية خاصة بيها تتماشى مع أنشطتها ومع ظروفها وكيانتها والكلام ده كله فإن شاء الله تكون معلومتي دي صحيحة بإذن الله وهي صحيحة بنسبة كبيرة جدا ويعني تصدر هذه اللواحة المفصلة لكل نوعية من الهيئات على حدة أعتقد دي هتبقى نقلة جديدة لأنه اللائحة العامة اللي تسعى الدنيا كلها دي ما أعتقدش أن هي تبقى يعني مناسبة وأنه لابد أن يكون لكل هيئات متشابهة لائحة مالية خاصة بيها طيب دكتور أشف صبحي اتصل باسميننا دلوقتي محمد القاضي وهو يتابع البرنامج وقال اللي أنا قلته على الشاشة فيما يتعلق بأنه في حد طلب عضويتين مجانيتين من نادي أدى مالك وتيشكل لجنة وسيعني يعمل تحقيق كامل لأن هذا هو فساد وعلى فكرة برضو أنا أقول لأستاذ الوزير أن التويتر اللي نزلها أستاذ ممدوح عباس قال فيها وجه كلامه لحضرتك أنه لو حبيت تعرف المعلومة اتصل بي دي عدي التويتر بتقول كده يعني أنا نقلت عما كتباه الأستاذ ممدوح عباس وأنا لست وقلت حتى في نهاية كلامي أنا ما عنديش تأكيد لهذا الأمر ولكن الأمر موجود لدى الأستاذ ممدوح عباس لأنه هو اللي كتبه وأنا أخدته من كتابته لا أكتر ولا أقل وسيتم التحقيق في هذا الكلام غدا بمشارة رمان هذه مكالمة شخصية تمت دلوقتي وأنا على الهوى ما بين سات الوزير أشرف صبحي وأزمننا محمد القدي بشكر طبعا سات الوزير على المتابعة وهذا عهدنا بيه دايما باستمرار حيها هو يعني ما بيفوتش أي حاجة في هذه الأمور وهو جد تماما في اتجاهات الحق والعدل والقضاء على الفساد شأنه شأن الدولة بكامل ودارتها وهيئتها حوار آخر ولكن بعد الفاص قبل ما أتكلم عن المنتخب الأولمبي زي ما بيبقى لنا إيجابيات بيبقى لنا سلبيات ده أكيد أنا يعني عملت طرزان الأسبوع اللي فات وأعدت كل لما تيجي سيرت نهائي دوري أبطال أوروبا أقول لكم بنسبة 99% منشستر سيتي هيكتسح تشيلسي وبسألوني الأسبوع الجاي مليون المية وبنيت هذه التأكيدات على شكل تشيلسي في الدور الإنجليزي وشكل منشستر سيتي في الدور الإنجليزي أدي واحد شكل تشيلسي في كل مباريات دوري أبطال أوروبا حتى الوصول إلى النهاية وشكل منشستر سيتي حتة غير الحتة تشعر أن منشستر سيتي في برج مختلف تماما عما يقبع فيه نادي تشيلسي البرج الأعلى هو منشستر سيتي لكن كل كلامي ده طلع غلط لأن كرة القدم في الواقع ما بتعترفش باللي أنا بقوله على الإطلاق وظهرت شيلسي عملاقا بكل ما تحمل الكلمة من معنى واستطاع أن يفوز على منشستر سيتي هذا الفريق بطل الدور الإنجليزي والعملاق الإنجليزي الكبير وما هو أكثر من هذا أنه هو لعب عليه مباراة مبدعة وسيطر على المباراة بشكل كبير جدا في معظم فتراتها وكان يستطيع أن يحرض أكثر من هدف منهم هدف ضاع في الدية تقريبا 70 أو 80 شبه انفراد للشيلسي وبالتالي كل كلامي طلع غلط والكلام الصح أن كرة القدم لا تعرف التوقعات أدي واحد اتنين أنا جايب لكم لقطة صور طبعا معندنات شريتس نعرض لقطات بس عشان برضو نحط درس لينا فيما يتعلق بالتتويجات لقدام حضراتكم ده ما حدث بعد انتهاء المباراة سيبنا بقى من النظام في الملعب وان ما فيش حد في الملعب غير اللعيبة وبعض المصورين واخدين أماكن محددة ما فيش تداخل ولا لغط سيبنا بقى من انه فريق تشيلسي عمل طبور لفريق منشستر سيتي وداخل ياخد المركز التاني سيبنا بقى اللي هو ما يسمى بطبور الشرف أو حرس الشرف سيبنا بقى من انه الفرقة اللي اتغلبت مضاربة شكورسي في الكولوب وقالت أنا مش عايزة استلم جواز فضية وميداليات واخدت بعضها ومشل بيش كلام الفرق ده خالص خالص كل ده أنا بقوله على جامل لكن الاهم اللي قدام حضراتكم ده شفنا تقريبا خمس اشخاص هم اللي موجودين على الستيج كل واحد له وظيفة ما له منظم له بوست معين برضو ده مش القضية القضية في حتة صغيرة قوي بس مهمة قوي 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 اخر واحد اللي هو على يمين الصورة خالص ده هو السيد اليكساندر تيبرين وهو رئيس الاتحاد الاوروبي طب ايه يعني الحكاية الحكاية ببساطة ان كل الميداليات هو اللي بيحطها في رقبة اللاعبة طب اش معنى هو يعني لا مش اش معنى ولا حاجة هي نقطة نظام ليه لانه لو خلينا كل البهوات كل واحد في ايده شاك ميدليات ويحط في رقبة الزبون اللي داخل هيجي مثلا عد على نمرة اتنين لبسه ميداليا جي عند نمرة اربعة اربعة في ايده ميداليا ما يعرفش الزبون في رقابته ممكن يقوم ملبسها له وبعين يرجعها تاني ممكن يبص في رقابته عطلة وكربسة وحاجة ما فيهاش نظام لكن المنظر اللي قدامكو ده كله نظام اللاعبة بتطلع تعد تسلم عن الناس كلها سلام 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 وعند اخر واحد هم عارفين السيد الكساندر تشيفرين رئيس التحل الوروبي هو اللي بيلبس الميداليات عندنا لقطات بقى عندنا لقطات لينا هنا هتلينا لقطات بقى عندنا هنا عشان نتعلم برضو ما فيهاش حاجة ما احنا كل لما نتفرج نتعلم ونعرف الناس دي بتعمل ايه بص بقى خلي بالك هتلاقي هنا ايه يعني احنا جايبي الله الله أعلم يلي بيسلم ادي واحد كل واحد بص اللي هناك ده استلم طب واحد تاني في ايده في ايده بتاع ده في ايده احضان ومش احضان وهنا 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 وزحمة وكل واحد ماسك ميداليا وممكن بيبص في رقابته مالقيش ميداليا ده كان طبعا السيد جمالي علام كان وقتها ورئيس الاتحاد والدكتور عشر صبحي موجود انا بتكلم على البروتوكول البروتوكول يا جماعة خلي اخر واحد اخر واحد هو اللي مع الميداليات وكل هو الصفة الكبيرة يعني هنا مثلا بنتكلم على السيد ده رئيس الاتحاد الاوروبا اذا كنا بنتكلم هنا مثلا عن تسليم ميداليات خاصة مثلا بمنتخب يبقى اخر واحد رئيس الاتحاد الافريقي اذا كان موجود يبقى هو اللي يسلم ما كانش موجود يا برئيس الاتحاد المصري وهكذا السوبر افريقي عملوا حاجة تانية ان اللعيب هو اللي بيروح ياخد الميداليا لكن انا مش حابب دي انا حابب اللقطة بتاعة اوروبا دي هي دي اشيك لقطة خمسة وقفين عادي تاك 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 بيعادوا بسلاسة شديدة جدا ويجوا عند الزبون الاخير اللي هو هنا ده رئيس الاتحاد الاوروبي اريكساندر تشيفرين يقوم ملبس الزبون الايه الميداليا دي نقطة نظام حابت اهديها لمنظمي هذه الكرنفالات الكبرى والاحتفالات على ارضية الملعب نمرة واحد مفيش تدخل مصورين يبقى موجودين في اماكن لا تحجي بالرؤية عن المشاهدة نمرة اين تعليمات مشددة على الفريقين مفيش لعيب يمشي واللعيب اللي اخر اللي هلم اللي هيمشي المغلوب طبعا اللي هيمشي يتوق يبقى كده في لايحة لايحة بتقول اللعيب اللي يغادر ارضية الملعب قبل التتويج بالمركز التاني الاول مش هيمشي طبعا ده يتوقف توقف ستة شهر يتوقف ترتة شهر لانه بيبوت نمرة تلاتة كيفية توقوف الفريق الفائز كطابور شرف للفريق الايه المهزوم او اللي اخذ المركز التاني نمرة اربعة ان الميدليات كلها يسلمها اخر واحد يبقى الصف كله طالعا تيك 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 تاك تيك 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 تاك خلاص بقت شيهاكة وجمال واناقة ولباقة كل حاجة حلو طيب نروح بقى لقائمة المنتخب الولمبي كابتن شوق غريب اختار تلاتين لاعب تلاتين لاعب كبداية وطبعا هيحصل اكيد تصفيات وكمان هو قال ان الباب مازال مفتوح والوقت مدال مبكر يعني تواجد مثلا اللاعب عمر مرموش وده كان بيلعب اساسا على الفكرة فودي ديجلا وهو لاعب فولفسبورج الالماني حاليا بيقضي النصف الاخير من الموسم معار لسانت فاولي الالماني وشهدت ايضا مصطفى محمد مهاجم جلطة سراعي وكمان رمضان صبحي جناح بيرامدس وطاهر طاهر واحمد حمد مهمة اقوله القايمة دلوقتي قرر الجازفاني انطلاق المعسكر بكرة الاربع ان شاء الله وتم الاتفاق على ان يكون المعسكر مفتوح ايام اثنين وثلاثة واربعة يونيو وبعدين يدخل فريم معسكر مغلق اعتبارا يوم السبت اللي جاي خمسة يونيو وتم ترتيب اقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا اللي هو تأهل الاولمبياد فعلا بعد ما حقق برونزيت بطولة افريقية اللي فاز بيها لمنتخب المصري وتحددت المباراة الاولى يوم 10 يونيو والتاني يوم 13 من نفس الشهر وكابتن شوئي قال لاتحاد الكرة الموقع الرسمي انه ما زال هناك متسع من الوقت امام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الاصابة دون انضمامهم حتى موعد اعلان القائمة النهائية اللي هتتم ارسالها اخر الشهر يوم 30 يونيو طيب ايه قايمة بقى حراست المرمى محمد صبح التحاد سكندري محمود جاد امبي عمر صلاح سموحة مصطفى شبير الاه في الدفاع سامة جلال بيرامد محمد عبدالسلام الزمالك محمد عب منعم سموح احمد رمضان بيكهم الاهلي محمود الجزار الجونة كريم العراق المصري بورسعيدي عمار حمد الاتحاد احمد ابو الفتوح الزمالك كريم فؤاد امبي ده في الدفاع كلهم اسماء قوية وكلهم بيلعبوا في الوسط اكرم توفيه الاهلي امام عشور الزمالك احمد سعيد ودي دجلة ناصر ماهر الاهلي حسن علي المصري محمد صادر الاسماعيلي رمضان صبحي بيرامد احمد حمدي عبدالقادر سموحة اللي هو معارم الاهلي ابراهيم عادل بيرامد طاهر محمد طاهر الاهلي عمر مرموش سانت فاولي الالماني فوز الحناوي الاتحاد في الهجوم مصطفى محمد جلتا سراي التركي احمد ياسر ريان سراميكا كيليو باتر صلاح محسن الاهلي ناصر منسي طلاع الجيش فادي فريد البنك الاهلي انا بس عايز اقولكو الاسماء التلاتين قد كلهم نجوم خلي بالي كلهم نجوم ده بس رد على ايه رد مع كل الاحترام لللجنة اللي كان بتقود اتحاد الكرة سابقا برئاسة طمع صديقنا العزيز ساز عمر الجنيني اللي عمل مسابقة موليد 1999 تحت شعار السكابتن شوقي لازم يشوفهم عشان يختار يختار مين يعني التلاتين اسم اللي قدامكو دول بيلعبوا كلهم كلهم في فرقهم فرق اولى بيلعبوا بيلعبوا بعد التلاتين دول هاخد مين والتلاتين دول مش هاخد منه من الخمستاشر وخمستاشر تانين هيروح انا بس يا جماعة احنا هنا بنعمل حاجات بنضحك على عقول الناس والله والله بنضحك على عقول الناس بتعمل مسابقة لغرض الماء لقيد بعض اللاعبين تحت السن مع كل اسم لكن تحت شعار يبان لكن هو شعار عظيم عشان الكابتن شوقي يختار والكابتن شوقي اساسا محتار ياخد مين وما ياخدش مين من تلاتين نجم مفهمش طبعا ولا واحد من الجماعة اللي بيلعبوا في موليد تساعتين ما هكون احترام ليه وقولك عايزين نلعب للاخر ونشوف البطولة المين بطولة ايه ما علينا دول قائمة المنتخب الأولمبي عايز برضو عشان يبقى نوع من أنواع التذكر كده لتاريخ المنتخب الأولمبي في الأولمبيات عندنا المنتخب الأولمبي المصري يا جماعة شاركة في الأولمبيات اتناشر مرة عبر التاريخ كله اتناشر مرة شاركة منتخب مصر الأولمبي في الأولمبيات اوكي؟ طبعا عارفين كلنا الأولمبيات قبل كده كانت بفرق أولى عادية جدا ومتعامة مش هارفين دلوقتي بقى تحت الثلاثة وعشرين وتلاتة بس فوق السن حاليا هذه القاعدة اللي هي قدلها سنوات شغال طيب تاريخ الاثناشر مشاركة بتوعنا اللي احنا شاركنا فيهم كمنتخب أولمبي مصري كان هو من أنواع المعلومة يعني طبعا احنا عارفين تويرب ودي 1920 باريس 1924 أمستردام 1928 برلين 1936 لندن 1948 هلسينكي 1952 روما 1960 توكيو 64 وبعدين غبنا بقى لغاية 84 غبنا عشرين سنة واشتركنا في لوس أنجلس 84 برشلونة 92 ولندن 2012 احنا عرضنا لكم برشلونة وعرضنا لكم لندن أفضل إنجازات المنتخب في الأولمبيات كانت في المركز الرابع إمتى بقى؟ 1928 و1964 بشكل عام منتخب مصر لعب في كل الأولمبيات الحداشر اللي شارك فيها 32 مباراة حقق الفوز في عشرة من 32 وتعادل في أربع لقاءات وخسر 18 مرة أحرزنا 68 هدف ودخل مرمانا 87 هدف ده فيما يتعلق طبعا بتاريخنا في الأولمبيات طبعا كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الأولمبيا إن شاء الله بنتائج جيدة طبعا مجموعة وزي ما قلت لحضراتكم صعبة جدا أسبانيا والأرجنتين وإستراليا أسبانيا دوما مرشاحة دايما للبطولة أرجنتين تبقى الكرة أمريكا اللاتينية وصعوبتها والله أعلم بها يجيبه ميسي ولا يجيبه مين وأستراليا فريق ربما هو الأقل في الثلاث فرق يعني لكن يبقى فريق أستراليا فريق قوي يعني عندنا مأمورية قوية وإن شاء الله بإذن الله يوفق أبنائنا في الإنجاز مع مديرهم الكبير طبعا فني كابتن شوئي غريب إحنا طبعا وصلنا سنة 1980 أولمبياد موسكو لكن طبعا وقتها كان الرئيس السادات كان فيه مقاطع أعتقد مع اتحاد سوفيتي فما سفرناش المعلومة دي طبعا ألهنا دلوقتي تليفونيا الكابتن محمد عمر بنشكره عليها وبنشكر طبعا المتابعة الجميلة من كل نجوم مصر وطبعا كان الكابتن محمد عمر في هذا التوقيت هو أحد النجوم الكبار للمنتخب الوطني المصري اللي كان مضمع مشاركته في أولمبياد موسكو 80 ولكن لم نشارك بقرار سياسي قبل ما نطلع فاصل طلقيت الحياة مكالمة عزيزة على قلبي جدا أول مبارح من المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان طبعا أولا شيء بيسعدنا متابعة الإسماعيلي ومسؤوليه وجماهيره لنا وترحنا للقضايا بشكل عام وثقتهم فينا وكان الحوار كله بيدور حوله هو بيقول لي وجهة نظره على أني أتبنى أو أشرح هذا الأمر يعني طبعا بشكره على ثقته فينا وبشكره على المكالمة الطيبة اللي أجراها معايا طلبني فيها يعني وجهة نظر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان لماذا قام الاتحاد المصري بخصم ثلاثة نقاط في منتصف الموسم وليه ما استناش لأخر الموسم زي ما دايما إحنا متعودين على الحكاية دي عشان تتخصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم لأنه خصم ثلاث نقاط في هذا التوقيت بيعمل نوع من أنواع الإحباط لللعيبة على أساس اللعيبة بتكسب وبتاخد نقاط وكده وكده فجأة بيلاهوا ثلاث نقاط تشالوا مرة واحدة هما ما صدقوا يتحركوا روايدا روايدا للأمام نفسيا أنا موافق على ده أنا موافق على أنه اللاعب لما يوصل للنقاط التسع وعشرين ويبتدي خش بقى ويناطح في المنطقة العالية بعدما كان يعني بيصارع من أجل عدم الهبوط كان الإسماعيلي أسابيع طويلة جدا في المركز قبل الأخير مركز لا يليق به على الإطلاق إلى أن نجح مجلس الإضارة في التعاقل مع كاتن يا أبجة لان ربنا أكرمه ووفقه والإسماعيلي بدأ يلعب كرته الحلوة وبدأت ثمار هذا الأمر تؤتي بنتائج طيبة جدا فجأة بعدما كان تسع وشرين نقطة بيبصوا في الجدول لو ستة وعشرين هو بيتكلم من هذا المنطلق فأنا دردشت معاه ونقشته يعني طب أنتوا ليه ما دفعتوش الفلوس طبعا ما دفعناش لأنه حاليا لسه عندنا فلوس هنا وفلوس هنا وفلوس هنا وكذا 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 طبعا القانون لا دخل لها بهذه الحوارات الجانبية رجعت للمهندس أحمد مجاهد وسألته النهاردة قبل ما أطلع هاوى على طول عشان يبع عندي المعلومة كاملة قدر أوصلها لمسؤولي النادي الإسماعيلي اللي بيتابعوني دلوقتي قال لي أولا خصم النقاط ده انتحاد الكرة ليس له دور فيه على الإطلاق خالص هذا وقرار لجنة تظلمات لجنة انضباط ثم لجنة تظلمات طب هل الاتحاد الدولي حكم بخصم الثلاثة انتقاط ده كان سؤال المهندس أحمد مجاهد عشان يوصل لأهل الإسماعيلية ومسؤوليها يعني قرار الاتحاد الدولي هو انه النادي الإسماعيلي يسدد مبلغ 21 مليون جنيه مصري لنادي النجوم مقابل انتقال إبراهيم حسن المنتقل من النجوم للإسماعيلي إلى نادي الزمالك وفي هذا التوقيت لم يوفي مسؤول النادي الإسماعيلي حقوق نادي النجوم مين كان قائم عن نادي الإسماعيلي في هذا التوقيت القائم الحالي لم يسدد ليه شطارة أو ربما ما كانش فيه فلوس الله أعلم ما احنا أحيانا نعمل شطرين بس في الآخر الشطارة بتيجي على دماغنا هذا هو الأمر يعني هذا هو الأمر طبعا أحمد بي شرح لي بعض الحاجات فلان قالوهم سيبكوا منهم حاجات من اللي انتوا فاهمينها في هذا التوقيت يعني زمالك وبتاعه حاجات كده فجي 21 مليون جنيه حكمت بيهم المحكمة الرياضية على نادي الإسماعيلي وبعتوا هذا القرار لاتحاد الكور هناك لجنة انضباط لجأ إليها نهدي النجوم عشان عايز فلوسه وده حقه بالمناسبة هذا حقه وفقا للمهندس أحمد مجاهد لجنة الانضباط منحتهم أكتر من شهر بالرغم أنهم مفروض في اللايحة شهر واحد عشان يسددوا لم يسددوا رفع الأمر لجنة التزلمات طلب النادي الإسماعيلي من رئيس لجنة التزلمات المستشار المحترم عادل الشرباجي مهلأ شهر طبعا في المرة الأولانية ادوهم مهلأ لغاية لما يعدوا قد الأولاني لأن كان ممكن ما نادي إسماعيلي لا يحق له قد الأولاني عدوا هالو ودخلوا في قد الأولاني في المرة الثانية في لجنة التزلمات طلبوا مدة تانية هو نوع من أنواع التسويف في المدة عشان يلحقوا قد الثاني بتاع يناير فعلا ادوهم مهلأ عشان يخشوا في الدور الثاني ويأيدوا كل ده نادي الإسماعيلي ما بيدفعش لجنة التزلمات عندها لايحة لايحة بتقول إيه خصم الثلاثة نقاط والأمر لن يتوقف عند هذا الحد أستاذ نصر عزام المحامي محامي نادي الإسماعيلي قال إنه وسيلجأ إلى الكارس ده كلام المهانسي أحمد ميجاد وهنا الكارس سيحت خلي بالك كل اللي أنا قلته ده ملايين النادي الإسماعيلي بتفح عشان يعمل قدام الاتحاد الدولي قدام المحكمة الرياضية قدام الكارس كل ده فلوس لأنه بعد حكم المحكمة الرياضية راح للمحكمة الفيدرالية النادي الإسماعيلي كل دي فلوس صرف ثلاثة أربعة خمسة مليون كان ممكن يبقوا جزء من الميزانية ويخلص جزء من الفلوس المستحقة لنادي النجوم يعني لو جاب نادي النجوم ده فعله مثلا خمسة ستة مليون وقال له بعد مش عارفية ديك أه 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 كتمشيت المية لكن عشان إحنا شطرين بنى التصور إحنا نقدر نحنا ناكل حق الآخرين طب ده لعب بتاع نادي النجوم ومن حق النجوم ناهم يستثمروا فيه وموجود عقد ما بين حضرتك وما بينه الولد ده لما يدبع احنا لنا قدي كده بيعتوا قدي الناس كده المهم يعني طيب هل ممكن الثلاثة نقاط يعودوا للنادي الإسماعيلي الإجابة في الكاس زي ما هيحكمه إذا قالوا أنت يا جماعة غلطتوا ورجعوا الثلاثة نقاط للنادي الإسماعيلي حتيرجع لأن الانتحاد المصري لا يستطيع أن يخالف تعليمات الكاس هذا حكم وإذا الكاس أقر الثلاثة نقاط حتى هذه اللحظة متنفذت خلال يبقى الأمر أمام الكاس أعتقد أنه قدامه شارع أو حاجة يعني هيحكم فيها وربما أقل على حكم الكاس هيكون الأمر إذا أكد خلاص الثلاثة نقاط راح وهناك نقاط أخرى في الطريق وفقا للقيحة لجنة الانضباط ولجنة التزلمة أنا بقول هذا الكلام بوضوح شديد جدا شرحته أحمد بيه أحمد بيه عطمان أحمد عطمان شرحته دام الملايين بتوع النادي الإسماعيلي لأنه مهم الجمهور يبقى عارف الدنيا ماشي أزاي وحضرتك أكيد عارف ومجلس إدارة المحترم عارفين والأستاذ ناصر عزام عارف نتمنى أن أستاذ ناصر عزام يكون متأكد مما يفعله لأنه أنا وأمنية شخصية أن تعود النقاط إلى النادي الإسماعيلي ولا يتجرع خصومات أخرى في النقاط وعلى النادي الإسماعيلي أنه ينهي بقى هذا الأمر ويسدد ما عليه حتى لا يتجرع النادي الإسماعيلي نتائج هذا الأمر حوار آخر ولكن بعد الفاصل آخر جزء معنا قبل اللقاء بيضيف حلعتنا النهاردة فقرة أنت المعلق نبدأ بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد عماد يوسف حيكم من قناتكم المفضلة حسنا اليوم يجمع علاقة بين الأهل وفريقة العبرة في الدور التمهيدي الدور الأربعة وستين صافرة البداية عند فريقة العبرة خط الوسط يرجع وراء للباك قدام لك المقطوعة خطيرة خطيرة لكن الدفاع يشيل مرضودة ثانية حلوة أغاي أغاي tekjo حلوة السكند بول حلوة 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 جميلة وهبه وينهر بيض ايه الحلوة دي حلويات وأطيف والطيف هذا في الأول إن هذا الآلي حلوة عند أحمد فاتح يلحق يلحق يرفع الكرة لكن عالية لكن حلوة أغاي لكن ما نطوع هشام كل ولا أروا عجل إبراهيم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قنوات On Time Sportus في كل مكان إبراهيم خليفة يحييكم من ملعب برج العرب بالأسكندرية أهلا بكم في مباراة الحلم مباراة مصر والكنغو المباراة اللي حيسجلها التاريخ بإذن الله بصعود منتخبنا لكاس العالم في روسيا 2018 بسم الله تنطلق المباراة على طول تتلعب الكرة لحمد صلاح داخل ويلام وداخل على جو هو ده الأول هو ده الأول يلا بقى يلا بقى يلا بقى وأحمد حجازي لا 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 يا راجل حط في الجون ضربة ركنية تلعب جوة 18 لكن تتشتت تتشتت ضربة حروم باشا بيشوتها محمد صلاح في الجون لكن الجون بيصدها بيصدها هجم المتخبط جون خلي بالك خلي بالك أحمد أصدقائي المشاهدي متتبعي قناة On Sport أهلا وسهلا ومرحبا بكم محلقكم الرياضي أحمد حزيزة هنا في ستاد برج العرب بالاسكندرية وبحضور 60 ألف مشجعة هنا من أجل حلم الوصول للمونديال المنتخب المصري يستضيف المنتخب الكنغولي في إطار الجو الخامسة من تصفنة إفريقيا المؤهلة لكاسر عالم روسيا 2018 المنتخب المصري يدخل المباراة ولا بديل على الفوز من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة وحلم الوصول للمونديال بعد غياب 28 عامة بينما يدخل المنتخب الكنغولي المباراة بلا أي هداف حيث يتساين المجموعة برصيد نقطة واحدة وضع الانطلاقة من طارق حامد التسديد القوية من طارق حامد آخر معلق معنا مهند بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في مباراة دي ده من منتخب مصر ومنتخب الكنغو في تصفيات المؤهلة لكاسر عالم روسيا 2018 لقاء على الورق منتخب مصر محتاج ثلاثة نقاط لكي يؤكد تأهله لكاسر عالم روسيا 2018 بعد غياب 28 عام عن حدم التأهل لكاسر عالم إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتأهل ونفرح الجمهور ونفرح الشعب المصري كله أطلق الحكم الجنبي بكاري جسامة صفيرة بداية المباراة صلاح استلم من صلاح عد صلاح عد صلاح يلا بالعرضية لكن عاليا أوي أوي لكن اللي هي أحمد حجازي وانا العرضية ياه حلوة حلوة وانا تدفع بأي كلام وطرق حامد طرق حامد تسديداته عاليا خربيش وسيد الكاميرا أول خربوش الكابتن أحمد سامي المدير الفني الكبير لنادي سموحة تعرض للطرد من قبل حكم اللقاء في مباراة سموحة والمقاولون العرب كابتن أحمد سامي لم يخرج من الملعب رح له الحكم وأصر على خروجه عشان يقوم باستكمال المباراة يعني حكم ماشا الماتش ومعين رجاء له تاني لأنه ما كانش غادر للملعب وهو قدام حضراتكم وأصر على خروجه يعني كابتن أحمد سامي مدرب كبير الحقيقة ويعني انفعالات ملعب مباراة الجونة ونادي الزمالك بعد انتهى المباراة طبعا بالتعادل السلبي المخيب للأمال فيما يتعلق بنادي الزمالك طبعا توجه اسلام جابر لعب الزمالك للحكم محمود ناجي بيعترض انه ما حسبش الوقت بدل الضايع بالرغم ان الحكم ادى سبع دقائق وقت ضايع وبعدين يا اسلام كان عندنا تسعين دقيقة كان عندنا تسعين دقيقة بنيجي نتكلم في دقيقة طبعا حقك لو كان فيه وقت يعني لكن والراجل حسب الوقت نروح بقى لصد الكاميرا عندنا تنين صد كاميرا مباراة أسوان والاتحاد السكندري أسوان والاتحاد السكندري اللي فاز فيها اتحاد السكندري على ملعب أسوان 2-0 رفض محمد الصباحي لعب اتحاد السكندري الاحتفال عقب تسجيله هدف التاني لانه كان لعب سابق في نادي أسوان سنة اللي فاتت وارتدى شرط الكابت الاتحاد تكريما له أمام ناديه السابق طبعا شعور طيب مؤكد هو من جواب فرحان عشان يكون يعني محقين هو فرحان لكن خلاص لازم يراعي المشاعر والتمثيلية اللي تمت دي اللي بدعها محمد بركات ملك الحركات لما سجل وهو في الأهلي في مرمى النادي الإسماعيل آخر صيد عندنا في مباراة ام بي والإنتاج الحربي الله أعطى اللي هتبقى قدام حضراتكم بعد انتهى المباراة الحكم سيد حمزة قام بيبوس إيده يعني وشه وضهر ويتوجه بالشكر لله بعد انتهت المباراة بدون أي مشاكل وفعلا انتهت بالتعادل الإيجابي بين ام بي والإنتاج الحربي وهو من الحكام الحياة الكبار يلا أرأى حضراتكم من الثلاث لعبين اللي ينضموا للمنتخب الأولمبي فوق السن في توكيو بمشيئة رحمن عشرين واحد وعشرين أحمد علي فراج بسانوار الجنرال معاك أحمد علي فراج من المينيا قرية تلة من وجهة نظري التي لقيمة لها على الإطلاق محمد الشناوي طارق حامد أحمد حجازي مش حاطة صلاح وربنا يوفاهم إن شاء الله ويجيبوا ميديليا لمسر كل الأرأة تحترم جلال عاطف سانواري يا شالبوكة الموجة نظري محمد صلاح ده أكيد بس لو ليفر بول وافق ولازم واحد وسط قوي لأنه مش فيه غير أكرم فأنا شايف النين يكون موجود لأنه كمان مستوات سنة دي جايد جدا وعنده احتكاك مع أوروبا وشايف كمان الشناوي يكون موجود يكون إضافة كبيرة لأن الحراس الآخرين بعاد المستوى وكأسير سازمتحة شلبي أتمنى أن تقرأ رسالتي أما اللاعبون فهم الأولى أو الأولى أو الأولى أو الأولى الوينش من الدمالك والثاني عبدالله عبدالله السعيد من الأهرام لهاي بيرامد زعني والثالث عمر السلية من الأهلي أهلا وسهلا بيك أحمد سعيد الحلواني مساء الأنوار يا كابتن متحط هبا وهبا 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 ينهرابيض ينهرابيض محمد صلاح الشناوي أحمد حجازي والله المستعان وربنا وفاكم يا أبطال وتقدر تشرفونا يا أبطال إفريقي محمد نبيل سالفولي على حضرتك كابتن متحط والله أنا من وجهة نظري محمد صلاح وطارق حامد والوينش والتوفيق إن شاء الله لأبناء شوق غريب محمد زغلول سانوار يا كابتن متحط من وجهة نظري هما محمد صلاح أحمد حجازي محمد الشناوي وعايز واحدة لفها لفت جاتو أنا بتابع برنامجك كل يوم يا كابتن متحط منور الدنيا يا كابتن متحط يا حبيب حبيب يا مصطفى أحمد تيتو سانوار يا كابتن متحط من وجهة نظري التي لقيمة لها محمد صلاح طارق حامد محمود حامد الوينش وهلا هلا هلا محمد 74 74 شهيد رحمة الله عليهم سانوار المنتخب محتاج محمد شناوي محمد صلاح وحمدي فاتحي وإن شاء الله يكون منافس قوي للمجموعة النارية اللي احنا فيها نارية فعلا عرف أحوض أبراهيم أبو ربيع إن شاء الله محمد صلاح ومحمد الشناوي أحمد حجازي ممكن أعرف محمد شريف لحق يشتري في الأولوبيات أو لا أو هلا هلا أو طبعا من حقه عادي أي واحد فو 23 محمود محمد محمد سهل خير عليك يا جنرال أنا من وجهة نظري صلاح والشناوي وإحجازي وهلا هلا هلا إبراهيم عادي سانواري كابتن مدحط من وجهة نظري محمد الشناوي وإحجازي ومحمد صلاح آخر تويتا مهند إسلام رفاعي محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود الوينش شفتوا بقى إزاي في أفكار مختلفة وفي أراء مختلفة وده المطلوب وكل واحد وجهة نظرة تحترم ده أكيد مع الأستاذ أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد المصري كرة القدم ومجموعة من الأمور الهامة للغاية ولكن بعد الفاصل مع أخبار الاتحاد المصري وكرة القدم ماذا عن الأندية ماذا عن الدوري وتأجيله أو إلغاءه ماذا عن الموسم الجديد ماذا عن لائحة اتحاد الكرة الجديد كل هذه أمور ساعدنا أن نستضيف لأول مرة بالنسبة لي عضو اللجنة الثلاثية الأستاذ أحمد حسام عوض يا مساء الأنوار سائل فول يا كابتن أهلا وسهلا أهلا بحضرتك فان أنت سنك صغير أه 36 سنة 36 سنة أنا أديك 24 ربنا يا خلي قبل ما نشوف تقرير كيف تم اختيارك لللجنة الثلاثية تم ترشيحي من المهانس أحمد مجاهد ضمن مجموعة أسماء يعني بالمناسبة هو طلب السيفي بتاعي أنا مكنش عارف هو فيه إيه أنا بعتله السيفي بتاعي أنا مكنش أعرف إيه ولا في علاقة ما بينك وأساسا لا لا أعرف المهانس أحمد طبعاً هو شاف شغلي في مجال الرياضة لما دخلته يعني كنت في لجنة شباب النادي الأهلي في الأول فشاف شغلي وبعدين عارف أن أنا درست في أسبانيا تسويق رياضي فيعني قرر أنه يعديني الفرصة ويرشحني المكان والحمد لله تم اختياري من كنت في لجنة شباب النادي الأهلي كنت رئيس لجنة شباب النادي الأهلي دي اللجنة بتاعي عبارة عن إيه اللجنة لجنة شباب النادي الأهلي هي لجنة من ضمن أول مرة تحصل في عهد المجلس الحالي أن يكون في لجنة شباب كنا تخصصاتنا مشروعات خدمية للأعضاء نجيب شباب ندخلهم الأنشطة الموجودة في النادي نبدأ نوسع النشطات نفهم الشباب اللي موجود دلوقتي المجلس بيعمل ايه اهدافه ايه شغله اللي جاي نضم شباب جديد لنشاطات اللي بتحصل في النادي وهكذا وهانا عليك تسيب النادي الأهلي وتروح اتحادك والله طبعا النادي الأهلي شرف لأي حد أنه يشتغل فيه وتعلمت فيه كتير جدا ولكن شفت أن فيه فرصة أتعلم فيها في مجال إدارة رياضية طبعا من خلال اتحاد الكورة كانت فرصة كويسة جدا وتمنى إن شاء الله أن أنا أطلع بأكبر تعلم ممكن منها لكن تصويتك في اللجنة الثلاثية ليس له ارتباط بعاطفتك الأهلوي لا طبعا لا تماما تماما وده اللي تعلمته لا خلص خلص تماما طبعا نشوف التعرير ده ونرجع ندردش مع الكابتن أحمد أحمد حسام عوض واحد من الكوادر الشابة في الكرة المصرية بعد وصوله لإدارة اتحاد الكرة المصري ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد والمكلفة بإدارة شؤون الاتحاد حتى إقامة الانتخابات وتسليمه لمجلس جديد منتخب أحمد حسام الدين عوض صاحب الخمسة والثلاثين عاما والذي صدع اسمه داخل جدران القلعة الحمراء منذ توليه منصب رئيس لجنة الشباب في الأهل عام 2020 اللجنة التي يعتمد عليها النادي الأهلي لإعداد كوادر قادرة على قيادة المناصب في النادي خلال الأعوام المقبلة تخرج أحمد حسام عوض في الأكاديمية البحرية قسم تسويق ضفعة 2006 ويعمل حاليا رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتعمير حصل عوض على دبلومة التسويق الرياضي من مؤسسة يوهان كرويف ببرشلونة والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية الرياضية في أوروبا والعالم كما تولى منصب مساعد رئيس لجنة البروتوكول والمتطوعين في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي توجي بها المنتخب المصري تمت دعوته من قبل رابطة الدور الأسباني لا ليجا في مصر من أجل حضور مؤتمر صناعة كرة القدم والذي أقيم في العاصمة الأسبانية مدريد أحداث عديدة شهد اتحاد الكرة منذ تولي اللجنة الثلاثية مهمة إدارة الاتحاد في شهر ديسمبر الماضي أهمها حديث البعض عن عدم استكمال بطولة الدور الممتاز والأزمات التي حدثت بسبب شك والأندية من مستوى التحكيم وتقنية حكم الفيديو وأزمة مسابقة مولي التسعة وتسعين وإيقاف عدد من لاعب الزمالك كل هذه الأحداث سيتحدث عنها أحمد حسام عوض الليلة مع الجنرال نتحة شلبي طيب نبدأ مباشرة بآخر حاجة حصلت وهو اجتماع اتحاد الكرة مع منذوبي الأندية أنتوا دعيتوا ليه الأندية للاجتماعها؟ كان هدف الاجتماع ثلاث حاجات مناقشة المسابقة والوضع اللي موجود في المسابقة حاليا والنقطة الثانية كانت مناقشة كاس مصر والنقطة الثالثة كانت متعلقة بلقاح الكورونا ونبدأ أن إحنا إزاي ندخل اللاعبين أو كل اللي في المنظومة الرياضية أنه يبتدي من الموسم القادم أن يكون خلاص يا اللاعب خلاص عشان نريح دماغنا بقى عشان نتعدى حتة القلق المستمر للأسف من جائحة كورونا هل كل الأندية حضرت الثامنتاشر نادي؟ لا مش كل الأندية حضرت بس معظم الأندية حضرت معظم الأندية معظم الأندية حضرت إيه أبرز مطالب الأندية قبل ما نقول إيه اللي أنتوا وصلتوله في النهاية؟ والله يا كابتن إحنا ابتدينا اللي كتابة مهندس أحمد كان يهمنا جدا أن الأندية لازم تبقى فهمة أو عارفة إليه التأجيلات بتحصل وإيه التغييرات اللي بتحصل في الجدول كل شوية وكان الموضوع يبقى كتاب مفتوح قدام كل الأندية أنه نشرح للأندية إيه التغييرات الكتير اللي كل شيء بتحصل عشان ما يكونش فيه تساؤلات وده حق أصيل للأندية أنها تبقى فهمة إيه اللي بيحصل في الجدول عملنا البرزنتيشن كاملة ورينا الوضع كاملا لكل الأندية لبعض الأندية كانت مضغوطة الفيفا ديت وضعه إيه التجمعات بتاعة المنتخب الأولمبي والارتباطات المنتخبات شكلها إيه وبالتالي غير بقى أنه أنت عاوز تخلص المسابقة في وقت معين عشان الموضوع ما يقصرش في السيزن اللي جاي ونبدأ مسابقة السيزن اللي جاي هنتضغط شوية وهنتعب شوية كلنا اتحاد وأن ده ما بعد بس تكاتفنا في الحتة دي هيخلي السيزن اللي جاي يبتدي بشكل منظم ودقيق ونبقاش فيه مشاكل اللي احنا شايفينها السيزن ده على فكرة دي أهم حاجة انت على فكرة ما تشرح يوم كل اللي بينتقدك يبتدي يراجع نفسه حقيقة انت بتقول له قادي جاي يعني انت بتصدر له الموضوع ولو انت ما عندكش تعال حل انت حقيقة هل بقى أثناء هذا العرض والبرزنتيشن دي كان موجود أعتقد كابتن حسين السيد من الزمالك وكابتن السادم حفيز مظبوط مظبوط كده هل فيهم حد علق على البرزنتيشن ده تحديدنا الاتنين دول الكابتن ساد عبد الحفيز الحقيقة يعني بمنتهى الاحترام من بارح كان بيتكلم في انه شايف ان النادي الاهلي لازم مع باقي الاندية نحط ايدينا في ايد الاتحاد خلاص تفهمنا لأيه سبب ضغط المباريات الجدول شكله بعمل كده ليه ضغط المباريات النادي الاهلي نادي الاهلي اكتر نادي الضغط مباريات يليه نادي بيرامد فشاف بعد اما شافه الجدول وطبعا كابتن سايد فهم القصة وضليع فيها يعني قال ان احنا لازم كل الاندية والنادي الاهلي يأولهم ان احنا نزق السيزن ده بمشاكله ونيجي كل واحد الحتة اللي يقدر يجي على نفسه فيها يعملها عشان السيزن اللي جاي كان او يبتدي بشكل طبيعي ومبقاش فيه اللي احنا شايفينه السيزن ده كابتن حسين السايد كان عنده تحفظ شايف انه وده طبيعي انه لازم يكون فيه تكافؤ فرص ما بين الاندية في عدد المباريات النادي الاهلي مؤجله عدد مباريات ست مباريات عن الزمالك ونادي الزمالك مش مؤجله حاجة فكان وجهة نظره ان ايه المشكلة لما نطول شوية في شهر تسعة المسابقة مش هتشكل مشكلة ويكون النادي الاهلي خلص مؤجلاته وبالتالي يكون فيه نوع من انواع تكافؤ الفرص كان ردنا على النقطة دي انه اولا الفيفا شالت ميزة مد الاعراض اللي كانت حصلة السيزن اللي فات يعني السيزن اللي فات كانت بيحقلك ان انت في اخر السيزن لما السيزن تمد بسبب توقف كورونا انك تفتح باب التسجيل في الاسابيع الاخيرة من المسابقة النقطة دي خلاص ما بقتش الفيفا مش مدية الميزة دي السيزن ده وبالتالي اذا فيه لعيب محترف متعقد مع نادي تاني او تعاقده انتهى بشكل او باخر لو المسابقة طولت لشهر تسعة خلاص هو مش مع النادي اللي بيلعب فيه فدي كانت نقطة كان لازم نوضعها ما هيمشي امتى بقى في شهر كان هيمشي في نهاية تعاقده لو اخر تمانية اخر شهر تمانية في نهاية التعاقد فلو المسابقة مستمرة في تسعة هيضطر نادي اي نادي بقى يعني اي نادي عنده محترف انتهى تعاقده او اي نادي اه خلاص وتعاقد بتاعه هيضطر اه نادي بتاعه يلعب من غيره لو كان من المسابقة في شهر تسعة فدي كانت نقطة مهمة جدا كانت لازم تشرح النقطة التانية انه اه ارتباط المنتخب الاولمبي في اه اولمبياد توكيو انت النهاردة ليه ليه ما بنعرضش الجدول كاملا مرة واحدة اه ده كان سؤال اه ليه ما بنعرضش الجدول مرة واحدة لانه باختصار شديد جدا انت عندك المنتخب الاولمبي عنده تلات مباريات طيب انت دلوقتي عملت الجدول بناء على ارتباطات المنتخب الاولمبي لانه وياخد من نادي الاهلي ومن نادي الامبي ومن نادي طيب هل هتعمل الجدول ان المنتخب الاولمبي لعب الدور الاول فقط ولا قدر الله طلع ولا هتعمل الجدول انه ربنا يوفقهم يكرمهم ويلعبوا على مداليا ويكملوا وبالتالي هتضطر بدون خلاص نقاش ان احنا نفتح لشهر تسعة وبالتالي خلاص يكون مدال مبارا لان الاولوية طبعا للمنتخب ان احنا نحقق مداليا فيه ربنا يوفق كابتن شاوئي وبهاز وفرقته ان شاء الله في الاولمبيات وبالتالي انت عندك متغيرات ما تقدرش عليها يعني افريقيا في ايدك خلاص انت عرفت ان الاهلي مع الترجم كذا وكذا وبيرامدز برضو كذا وكذا بالزبط يكون فدرالية البيرامدز ربنا يوفقهم اهلي يا رب عندنا كسين يا رب ان شاء الله يا رب بإذن الله الاتنين بإذن الله هم تفاهموا هذا الامر وبالتالي انت ما تقدرش تعمل جدولك حتى النهاية بالزبط كذا طيب كان فيه فكرة انه هل انت تقدر تلعب اثناء الاولمبياد دوري احنا بالان احنا بالفعل تلقينا طلبين من النادي الاهلي بلعب مباراتين في وقت الاسناء الاولمبياد وطلقينا برضو طلب من بيرامدز بلعب مباراتين في وقت الولمبياد فدول كده كده خلاص هيتلعب ويتلعب طيب انه مباراتين بقى احنا عندنا في الاهلي سيريميك كيلو باترا ودجلة لا انا سؤالي مش مين انا بتكلم عن اخترتهم ازاي يعني هل ده طلب الاهلي يلعب مع كذا وكذا ولا وفقا لجدول لا 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 وفقا لجدول وفقا لجدول حطينا واخترنا فيه بالترتيب بتاعه بالزبط وعدم اعلاننا برضو عن ترتيب المبارات لان انت لو هتلعب كيلو باترا فهم مثلا عندهم احمد ياسر ريان فانت مش عارف هو هيتاخده ولا لسه مش هيتاخده واعلنه طبعا خلاص فترتيب لو اعلن تلاتين بالزبط كده بالزبط فترتيبت المطش ده ولا المطش ده الاول بس كنا منتظرين لما نعرف الوضع يعني الاهلي قال اوكي مستعدة لعب ماتشين اثناء الاولمبياد والزمالك الاهلي وبيراميز بس لازم الطرف التاني كمان لو عنده لاعب في المنتهب الاولمبي يقول اه بالزبط ولكن برضو عشان ابقى واضح انبارح الاندية كان عندها تفاهم شديد جدا للوضع اللي احنا فيه لانه يا كابتن باختصار شديد جدا احنا ممكن يعني منجيش على نفسنا باللفز الدارج السيزن ده السيزن اللي جاي هندفع تمن ده برضو كلنا اتحاد واندية وهكذا لان انت هتضطر تمد بالتالي عندك مشاكل في فضرة القيد الجديدة عندك مشاكل في ضغط المباريات برضو وبالتالي هتفضل المشكلة تترحل وما تتحلش طب انت عندك فرصة السنة دي بس لو جينا كلنا على نفسنا في حتة صغيرة هنقدر نبتدي السيزن اللي جاي بشكل طبيعي وشكل مريح كل الاندية هو المفروض الكابتن شوقي هيعلن القيمة الخمستاشر واحد نهاية يونيا بالزبط نهاية يونيا بالزبط هتبقى واضحة بقى بالزبط كده ده انت عندك مين وانت عندك مين لكن مسبقة الاهلي قال انا اوكاي انا مبارتين اثناء الولمبياد بالزبط وابيرمز قال اوكاي هو عارف مين لعيب الولمبياد اللي عنده وده عارف مين لعيب الولمبياد اللي عنده طبعا اه وبالتالي ده مستعده يبقى الطرف الاخر ربما الطرف الاخر ما يكونش فيه ولا لعب وارد جدا اعتقد سلاميكا ما فيهش ولا حضرته اعتقد ما فيهش اه احمد ياسر ريان اه احمد ياسر بس قال بس اه 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 والله على ما ياخده او مش ياخده بالزبط لانه 15 واحد دول مأيدة جدا بالزبط كده اه طبعا لانه اخد 3 محترفين كان عندنا امل ان احنا نخطف مباراة في وقت الفيفا ديت يوم 14 للاهلي اه ولكن وجدنا يعني انه اه اه نادي الاهلي ممكن يكون يعني شوية مش حابب الفكرة وبالتالي ده حقه اه فكان مبرمع المولين يوم 14 فيفا ديت هيخلص يوم 15 اه وبالتالي اه غالبا القصة غالبا والحقيقة نادي الاهلي زيما حيك قلت انه هو اكتر نادي يتضرر بالفعل من ضغط طبعا لانه ماشاء الله هو ماشاء الله هو اكبر في البطول الافريقية حتى نهايتها اه في السوبر الافريقي بفضل الله واخد السوبر الافريقي يعني هو ماشي بقطة تابتة طبعا طبعا في كل مشاركاته ودي حاجة محترمة طبعا وتسعدك كاهلاوي طبعا طبعا طيب هل انتوا حطيتوا شرط انه القيد الجديد للفرق مش هتقيده الا اللي واخد تلقيح دي حقيقة مش مش واخد تلقيح تلات حالات اه اما انه واخد تلقيح كامل يعني واخد الجرعتين اه او واخد جرعة واحدة من الجرعتين اه او على الاقل مقدم او مسجل انه مستني دوره في التلقيح لا ما هو مسجل دي ممكن يفوت دور لا بحنا هيبقى فيه متابعة بقى كان معنا مبارح الدكتور محمد سلطان اه رئيس اللجنة الطبية ايوه وقلنا لتلات شروط مش هيبقى فيه قيد الا في التلات حالات وفيه متابعة من اللجنة الطبية اه بشكل مستمر بحيث نضم كل المنظومة الكروية في مصر اه تكون خلاص عدينا الفترة دي وخلاص ومأمنين نفسنا ونبعد تماما عن مشكلة الكورونا لان حالاتك مش بتدير مسابقة بس انت بتدير ازمة ازمة اسمها كورونا طبعا عاملة مشكلة جامدة جدا جدا مم ولسه انت اذا شفت حراك بيراميز ربنا طبعا يشفي الجميع الحالات فبتضطر تأجل وبتضطر تشيل وبتضطر تحط طب اللقاح النهاردة حل مشكلة كبيرة جدا لازم شفنا والاندية كلها كانت صراحة مرحبة جدا بالفكرة انها تحلل الاندية نفسها مشاكل كتير جدا بس انا هقولك حاجة فنية وده مهدأ للدكتور محمد سلطان اللي هيسجل اللي هيسجل على الموبايل بتاعه عشان يجيله التاريخ لازم يبقى مفهوم انه الاندية مش هتبعد تسجل في اوقات معانا ليه لانه خلينا نقول ان اللقاح ناخد حتة طبية شوية استرازينيكا وده غالبا دلوقتي معظم الناس اللي بتقول ان ده المتاح اكتر من الصيني ده الصيني بيقل شوية فاسترازينيكا ده له بعض الاثار الجانبية يعني بيبقى تلات اربعة ايام تاني يوم وتاتي يوم بيبدأ ده ممتقل شوية لو هو عنده ماتشات عمره ما هيودي اللاعب بتاعه ياخد التلقيف عشان كده الدكتور محمد اتكلمنا في نقطة دي بالفعل وقال خلينا نقسمها مجموعات يبتدي من دلوقتي ان الفرقة عندها مجموعة من اللاعبين يلا هيبتدوا يقدموا بعد كده تيجي مجموعة تانية تبتدي تقدم بحيث السيزن اللي جاي نكون خلصنا اكبر عدد ممكن على الاقل مجموعة خلصت مجموعة خادت الجرع الوانية ومستانية التانية ومجموعة بترتيب او باخر تكون خلاص مقدامه عارفة معايدها يتم التنصيق بشكل او باخر مع لجنة الطبية بحيث تبقى المنظومة كلها خادت التطعيم ويكون مأمينين نفسنا باكبر شكل ده مهم جدا جدا ويمكن التنصيق فيه مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يقدر ينسق لكم المسألة دي لانه في النهاية دول صروة قومية طيب يبقى اذا احنا عرفنا انه لن يتم القيد الا اذا كنت متطعم جرعة اولى او جرعتين او مسجل وعرفنا تاريخا مظبوط وده شيء محترم جدا مظبوط وخلي بالك ان فيه دول هتمنع بعد كده ان انت تروح الى اذا كنت متطعم مظبوط في رأيك انت الشخصي وجات لجنة ثلاثين والله يا كابتن يعني مش عاوز اقول رأي شخصي خلينا اقول رأي عملي اه الناس جم اشتغلوا واكتهدوا وعملوا شغل يشكروا عليهم وحاجة في منطقة الاحترام الناس كلها محترمة جدا ثم استمروش له مدام كده ده كان رأي فيه في الاخر اللي بيقرر ده بيقول او بيقيم هو مش انا هو الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي بموضوع اللايحة انه يجيب لجنة جديدة ممكن يكون وجهة نظرهم تسرع العملية شوية وبالتالي تم اختيار التغيير اه اكتر عرقيل قبلتكو اول ما اشتغلته اه والله يعني هو على رأي المهندس احنا نشغلين تحت القصف دايما ليه لفظك تحت القصف تحت القصف اه يعني لكن احنا برضو انا مش عايز اقول ان فيه عرقيل احنا المجموعة الحمد لله اه يعني متنسبة مع بعضها بنشتغل قفلين على نفسنا اه ظهورنا قليل ما بنتكلمش كتير بنعمل بنشتغل وبنعمل لنقدر عليه اكتر في صالح الاندية وفي صالح الكرة المصرية قد يكون اه فيه ناس بتعترض قد يكون فيه كلام اه مغلوط بيطلع كتير وبالتالي بيحصل عليه اه يعني كله غلط في غلط ولكن في الاخر انت قفل على نفسك بتشتغل عارف ان انت في مهمة معينة مهمة مؤقتة نتمنى ان الحكم يبقى بعد نهاية التجربة مش كله ما تيجي تاخد خطوة تلاقي الهجوم والبتاع فيعني نتمنى بس التجربة تخلص ان شاء الله اه انبارح اجتماع انا تفقلت بيه جدا لان الاندية كلها شافت و انا انت حطيتهم في الصورة كاملة انا حطيت وشفت وقلت له يا جماعة اللي عنده اي اختراح احنا يقوله يقوله واحنا تحت امره ويحل وبالتالي الاندية كلها الحقيقة تقبلت وكانت الاجتماع في منتهى ليه جيتوا حلته كل اللجان ومعينتوش حتى اللجان حتة حل اللجان ده امر طبيعي بيحصل في كل حتة هي نوع من انواع تجديد الدماء يعني معين ناش لكذا سيبق اولا ظروف اللي احنا فيها دلوقتي الضغط والمشاكل والقصة دي عملالنا نوع من انه يعني قد يكون بعض اللجان مش هتبقى عارفت تقوم بدورها كاملا لكن احنا الامر مستمر يعني لدور وقف لعقوبات وقفت بس طبعنا في الانتحاد عارفيني فيه لجان طبعا وهيبقى فيه لجان وبرضو الكلام المغلوط على ان احنا مش هنلغي كل اللجان ومش هنعمل ده كلام مش مزبوط يمكن الفترة اللي جاية ان شاء الله نبتدي ندرس بعض بعض اسماء ان شاء الله نحاول نعمل كده اذا ما كانش بالتأكيد هيكون المجلس المنتخب اللي جاي هاللجنة الانضباط اللي انتو حلتوها سببت اي احراج ليكم مثلا لا 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 خلص ناس من المنتخل الاحترام ومشتغلوا وشوفوا شغلهم لكن كل مرحلة بنشوفها بيبقى ليها متطلبات معينة مش معنى كده انهم قصروا في حاجة واحراجونا في حاجة بالعكس ناس كلها اشتغلوا وتعبوا واكتهدوا وعملوا دورهم على اكمل وجه فينجادة استلم فينجادة استلم عظيم وعنده سفي جبار بعض الناس تقول لك ايه هو ما اشتغلش في حتة الادارة دي شوية انتو بقى شايفين ايه من بدايات فينجادة هو معلومة ما حدش عارفها كابتن ماتحة كتير فينجادة بيدرس في الجامعة في البرتغال واشتغل بيدرس حاجات بيدرس اه 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 بروفسور في الجامعة في البرتغال هو الحتة الادارية والنظرية هو شاطر جدا فيها هو جاي بخطة او احنا جايبينه اتفقنا معا على خطة الربط ما بين المنتخبات والناشئين والمسابقة ازاي نطلع باحسن نتاج ممكنة تخدم على المنتخبات بشكل مباشر ازاي تقدر تطلع مقطع الناشئين اه اه كوادر ولعبين يخدموا المسابقة يخدموا المنتخب على المدى الطويل بدأ فعلا اجتماعات كنا لسه من كام يوم كانتنا في اجتماع معه مع الكابتن شاوئي بندرس الوضع في الاولمبياد هيبقى شكله ايه وجه نظره ايه طبعا القرار الاولى الاخير للكابتن شاوئي او للمدير الفني المنتخب لكن راجب يحط استراتيجية بنبدأ كلنا نتكلم فيها عشان نطور المنظومة كاملة وانا متفائل بيه جدا مسموح لك تقول راتبه يعني يعني انا عارف راتب طبعا بس يعني انا مش هقول راتبه بالضبط بس الكلام اللي ظهر على السوشال ميديو بتاع ابعد ما يكون عن الحقيقة هو ايه اللي ظهر كانوا بيتكلموا 65 الف دولار والكلام ده يعني اقل من النص بالناس اللي جاي معه كمان اقل من 65 الف دولار بالناس اقل من 30 الف دولار اقل اه بالناس اللي جاي معه بالناس اللي جاي معه مقبول جدا اه طبعا يعني رقم مقبول جدا هل بعض الاندية طلبت بلغاء الدوري في اجتماع بارح لان لا 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 خلاص ولا نادي طالب. حتى الاندية المعارضة. ولا مفيش. دي حد من الانتاج الحربي? اه كان موجود. ما قالش. لا لا ما كانش فيه ما كانش فيه حد طالب. ما حدش كلم في السكة دي. لا خالص. طيب وفقا لان احنا مش عارفين الدوري حتى قادي اللحزة زي ما انت حضرتك قلت انو الولمبياد ما احناش عارفين مجموعاتنا ان شاء الله ربنا يجري موامل اخره. هل انتو مش حاطين مسلا تصور ممكن ينتهي امتى? والدوري جديد يبدأ احنا التصور بتاعنا كابتن ان احنا عاوزين اه نخلص الدوري في اخر اه تمانية. اه ده طبعا في حالة ان انت لا قدر الله اه اه منتخب الاولمبي ما اه متأحلش. ان شاء الله طبعا ربنا اخر اغسطس. اخر اغسطس. لو ما كملش للدور اللي بعد. اه لو ما كملش للدور اللي بعد. واي. اه كاس مصر لسه بنشوف رؤيته ايه اعتقد. لو كمل طيب. لو كمل خلاص المسابقة كده كده رايحة لتسعة ما فيهاش نقاش ما مافيش اه اختلار. لنص تسعة مسلا? مسلا اه. لنص تسعة. اه. على ان يبدأ الدور الجديد امتى? على ان يبدأ الدور الجديد بعد اه رجوع المنتخب الاولمبي ممكن يبقى اخر اخر تسعة. اه. ولو المنتخب الاولمبي لقدر الله خرج من الدور الاول. ان شاء الله نخلص اخر تمانية. اخر تمانية. والدور جديد يبتدي اه? تسعة. اخر تسعة. اه. لا يبتدي اه اول تسعة. يعني نص تسعة. اه انت انت عايز تدي 15 يوم بالزبط كتقريبا فاصل بالزبط مش قليل لا مش قليل برضو ده للمصلحة العامة قد يكون الاندية هتضغط شوية من اللعيبة هتريح لعيبة مش هتاخد نفس معلش لكن المصلحة العامة في المسابقة المسابقة اللي جاية تبقى منتظمة وبالتالي خلاص انت حاليت مشاكل المسابقات اللي جاية لسنين اللي جاية كلها خلاص وسؤال متكرر الحكام للماتشات الأهل والدمالك اعتقد ان احنا كلنا وفقنا على هذا الامر وحكامنا بصراحة كان البنة او امين عمر في الماتشين كانوا رائعين لكن هل يعني بعد الماتشين دول الاهلي مثلا حصل كلام او الزباك حصل كلام عايزين الماتشات تجاه تبقى باجانب ولا محدش تتكلم لا لا بعد ماتش الاهلي والزمالك الحقيقة كل الاندية اشادت بمستوى التحكيم محدش تتكلم تماما في قصة انه بعد كده نجيب حكام اجانب انه مش منطق ان انت بعد ماتش اهلي والزمالك ما جبتش في اجنابي ان انت اجيب اجنابي في المباراة اخرى لا لا بكلم عن لقاءة القمة لا لا لكن لا محدش تماما فتح قصة ممكن يجي اهلي والبيرامنز بيرامنز يقول لك عاية حكام اجانب الموضوع الحكام الاجانب احنا اخذين قرار انه موضوع منتهي الحكام مصريين اثبتوا في المباراتين القمة انه هم حكام اكفاء عارفوا يشتغل وطولهم مباراة بامان فاعتقد انهم بدورنا كاتحدة ان احنا نديهم التشجية دا الناس الاندية برغم انه وجود فار الا انه كثير من الاندية تشكوا من الفار اه قول لي في المنطقة دي وايه المعاوقات الفار من وجهة نظرك وانا عرفت ان موانس احمد مجاهد انه كان فيه بعض الشروط في العقد القديم ما كانش عقد لسا ما كانوش عامل عقد واقوانتم طالبتم من شركة الاسبانية بهذا التعديد دينا فكرة في المنطقة دي اه هو سريعا يا كابتن احنا اولا ما تولينا المسئولية جي حد من شركة مفروض مندوب المصري عن الشركة الاسبانية بيطالب بجزء من اه مستحقات الفار فاقولنا له طيب احنا عندناش مشكلة عاوزين العقد قل دا مفيش عقد ازاي مفيش عقد وانا كاتحاد ازاي هطلع اي مستحقات بدون عقد اه اه وقفوا جينا انه اللي تم الاتفاق عليه في المناقصة مش هو اللي موجود اه على ارض الواقع يعني العربيات الفان المفروض جديدة جاي مستعملة المفروض كل عربية فيها اربع سيرفرات هي فيها سيرفر واحد وبالتالي قد يكون دا عامل مشكلة كمان يعني نسبية الناس بتعترض على حتة تقنية او بتاع اه اتكلمنا مع الشركة الاسبانية احنا في تفاوض مستمر من ساعة ما جينا لحد نهاردة اه في ان احنا اه نكمل اللي تم الاتفاق عليه في المناقصة الاساسية وبالتالي ونبدأ احنا من ساعتها خلاص يبقى ورقنا اه كله كامل نبدأ نقدر نمضي عقده نبدأ نطلع اه مستحقات بشكل طبيعي اه وان شاء الله هل تم بقى التعديلات اللي انتو طلبتوها دي؟ هل جابوا سيرفرات تالية؟ لا لا لسه حتى وقتنا هذا لا لسه لسه لكن في احنا حاليا بندق يعني عملين راحين جايين معهم بقالنا خمس شهور ويعني قربنا وجهات النظر بنسبة كبيرة جدا هل دفعتم اي حاجة؟ لا لا مقدرش اطلع اي مستحق لان المناقصة غير مش مش اللي موجود عندي مش موجود ومعملتوش عقود لسه؟ لا 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 ما عملش عقود في نقطة كابتن صغيرة برضو طلع كتير كلام ان في موافقات من الجهات الرقابية والادارية على المناقصة هي الموافقة كانت على ادخال تقنية الفرق لمصر ولكن مفيش موافقة على اللي موجود دلوقتي خالص يعني حضرتك هل يعقل ان انا هيجي موافقة على منقصة تم توريد حاجات تانية غير اللي فيها كلام غير منطقي الموافقة كانت على ادخال تقنية الفرق لمصر وفي جهات الرقابية عندها تحفوزات كتير على القصة حاليا فبنعدلها بالشكل اللي يكون ماشي قانونا مزبوط عشان نقدر نكمل بشكل طبيعي ان شاء الله الفترة بدون دبلوماسية من المسؤول عن توريد امور لم ترد في الاتفاق بصة كابتن انا مش عاوز طبعا يعني مش هتكلم عن حد لكن خلينا اقول بطريقة مبسطة قد تكون اختلاف طريقة الادارة قد يكون في حصل عملية من التعجل شوية وده حاجة مشروعة انه عاوز يدخل تقنية الفار عشان ده انجاز اي حد يتمنى انه يعمل انجاز ما فيش كنانبس لابدا يتم بشروط بالزبط كان المفروض يتم بشروط ويتم بتأني اكتر شوية عشان تكون الموضوع ماشي بشكل سليم ما يبقاش المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي مباراة الكاس مباراة في المنتهى الاهمية هناك لقاءات كبرى زي مثلا مباراة الزمالك والاسماعيلة وغيره ليه ما فيها شفاء اولا فيه ادوار اتلعبت من غير فار فمش منطقي ان احنا نلعب دلوقتي بفار اه ليه من اساس ليه ما العربية عندنا كان لها حاجات ليه علاقة بالتكلفة كان لها حاجات ليه علاقة بشكل المسابق عمتا لكن ان شاء الله يكون فيه نظرة في الادوار القادمة يعني في قصة الفار عندك فكرة الماتش بتكلف كم فار 1800 دولار 1800 دولار وكان قابل كده كام هو نفس الرقم؟ لا هي كان فيها تفصيلة شوية كان بيدفع 3000 دولار على انه فيه جزء سيرفوس وفيه جزء است للاجهزة اللي موجودة بحيث تملك للاتحاد المصري في اخر الاتفاق فاحنا رجعنا لشكل السيرفوس بس الحد دما نخلص شكل الاتفاق والعقود وما الى ذلك وبعدين نبتدي نعدل الوضع تلك 1800 دولار تكلفة الفار في المباراة الواحدة يعني كم مصري تقريبا؟ يعني في حدود مثلا ايه تلاتين على حاجة كده تلاتين الف جليل مصري حاجة ده كده يعني والله كنت ارى ان لابد على اقل حتى من دور الستاشر يعني المباراة قوية جدا اطرفها قوية وهناك مشاكل فيه هو برضه كان في وجهة نظر شوية انت كنت بتعود الحكام انه يشتغل او يلعب من غير فار يعني كنوع من انك بتحطه تحت ضغط مباراة اقوى شوية وبتدي له ثقة انه يشتغل ويلعب وتحسبة لا ايه حاجة او يديني يعني دي ميزة عشان نوفر فلفور يعني العالم كله بيشتغل فلفور وعنده احسن حكام فلها لكن هذا امر جاه طيب بتعدلوا كثير من العقوبات على المدربين على اللاعبين بتتاخد عقوبات معينة وبعد يوم واتنين ده بيشتغل ده بيعمل ده مش عايزة اقول اسماء يعني يعني كثير من المدربين اسماء كبيرة مديرين كورة لاعبين وبتعود فجأة بعد المعقوبة بتبكى ليه؟ هو اولا في نوعين من العقوبات عشان اشرح في عقوبات لجنة الانضباط دي مجلس ادارة الاتحاد لا يجوز له التدخل فيها اصلا الوحيد اللي يجوز له التدخل فيها هي لجنة الاستيناف ان هي بتأيد القرار او بتنزله فده جوز الجوز الثاني بتاع ادارة المسابقات كعقوبات يحق لمجلس الادارة انه يعدل فيها بناء على رؤية او متغير او التصال لا 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 خلص لا اللي يعرف موانس احمد مجاهد عارف انه ما فيش يعني كان تسهد وحفيز بعدما قالوا عدو زادو طبعا كل الاحترام له يعني فجأة كابتن حسام حسن فجأة غيره 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 قناعت المجلس كابتن سيد عبد الحفيز اللي طلع الفيديو قدم اعتذاره وبالتالي كان كان ليها شكل معاية يعني اللي يقدم اعتذار ممكن ينظر وده امر جايد عن فكرة لا اللي نشر الفيديو قال ان الفيديو مغلوطه فيه حاجة مش مظبوطة الموقع او اي ان كان منزل الفيديو وبالتالي كابتن سيد ما كانش صدر عنه الموضوع بالشكل ده كابتن حسام كان فيه ملابسات معينة يعني انا جيب بالي بس للمسالين اه اه لكن يعني كابتن مفيش حتة مجاملة لحد ولا تليفون ولا الكلام ده لا لا انا متأكد انا مغرب بس هتلعبوا ماتش نهاية تسعة وتسعين المزعوم ده ولا خلاص بقى حتى الان يعني المفروض ان احنا هنقعد فيه نتكلم في معد بس ضغط الماتشاط وانتحرك شايف شكل المسابقة ضغط جامد جدا فبرضه عشان اشرحت التسعة وتعين تسعة وتعين مش دوري تسعة وتعين هو دورة انشطية انجاز التعبير ده ده كبرها اه انجاز التعبير هي بس خادت حجم كبير شوية لان اهلي وزمالك ونفس النقاط فحصلت الحالة الجادل اللي حواليها اه وكان الهدف منها انه اللاعبين بياخدوا فرصة وينزلوا ويلعبوا ويتشافوا وتكون رجلهم في الملعب يعني باللفز الدارج لكن احنا مركزين حاليا وان شاء الله الفترة الجاية هنعلن يعني اذا في اي قرار لا ان شاء الله مش هتلاحك خلينا اقولك بقى فقرة ودي بيعملها لنا صديقنا وليد الحسيني جميلة جدا متفق ام مختلف متفق ام مختلف احمد مجاهد هو من يدير اتحاد الكرة لدرجة ان البعض اطلق عليها اللجنة الاحادية مختلف مليار في المية فعلا مليار في المية تديني دقيقة المهندس احمد مجاهد اداني انا ملف الفار ملف بوما عقود الرعاية كل الامور التعاقضية الخاصة بالمنتخب دي معايا طبعا برجع له فيها في الاخر كمجلس دارة ابنك تمع محمد الشواربي بالمناسبة من الناس اللي تشرفت بمعرفتها وحاجة مثال شاب منتهى منتهى الاحترافية كل المخاطبات الدولية كل الكلام مع الفيفا مع الكاف كل الريبورتس اللي بالشهرية اللي بناديها اللي فيها هو اللي متولي القصة دي تماما الترتيب مع المنتخب الاولمبي فيما يخص الفيفا والترتيبات بتاعة الاولمبيكس والحاجات دي هو اللي متوليها كاملا المهندس احمد حتى لو في قرار اتناقشنا فيه او اختلفنا بنبقى عارفينه يعني يقول لي احمد او يا شواربي احنا هنعمل كذا 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 ممكن ناخد وندي نقول اه نقول لا لكن في الاخر ما فيش قرار بيطلع بدون معرفة لطلت اطراف وبالتالي الجملة دي للأسف الشديد مختلف تماما تعرضت لضغوط من البعض لتقديم استقلتك من اللجنة الثلاثية يعني طافق ولا مختلف اه يعني مش بالشكل ده اه بعض المعارف والناس ليه يشايفين ان هي مكان عليه ضغط كبير جدا يتم الهجوم 24 ساعة عليك ولكن لو اي ازمة حد استقيل فيها محدش هيكمل في مكانه فكلام مش منطقي اتحاد الكرة حصل على موافقة كتابة مكتوبة من النادي الاهلي بلعب ومبريات المؤجلة خلال فترة الاولمبياد مزبوط ما احنا قلنا طولت الماتشين النادي الاهلي غاضب من اتحاد الكرة دائما بعلها خالص دائما بعلها خالص خالص بأتلوكوا كده جواب وقولوكوا اللعيب اللي توقف ده اللي لعب في الزمارك اللي هو سيف لا بيحصل طبعا نقاشات وبيحصل اختلاف وجهات النظر لكن طول الوقت غاضب لا طبعا بدليل مبارح ابسط مثاليا اتحاد الكرة اغلق ملفي الفار وعقد الملابس دون ان يطلع الرأي العام على ما حدث لا طبعا مازلنا الحد النهار ده وانا قادم حضراتك كنا بنتكلم في ملف الفار ولكن يعني طلوع معلومات عن مواضيع معانا في غير توقيتها ممكن يضر فيعني المعرفة على قدر الحاجة لحد دا ما ننهي القصة بشكل مظبوط نطلع نعلن الناس حصل في الملف ده كذا 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 يعني بعد ما تخلص هتعلنوا الاسماعيلي سيتعرض لمزيد من خصف النقاط اذا لم يسدد مستحقات نادي النجوم حتى الان انا كنت سامى حضرتك بكلمت الوانسا احمد مجاد فيما يخص النقطة حتى الان احنا ملتزمين بقرار المحكمة اذا جي قرار من الكاس فيما يخص الاسماعيلي احنا ملتزمين ما يخطع الشك باليقين اتحاد الكرة اخطأ باستكمال مصابقة موليد تسعة وثنين اتكلمنا فيه اخطأ لا ما اخطأش لانه كان بدي فرصة الولاد انه يفضل رجليهم في الملعب ويتشافه فلا ما اخطأش هناك من ارسل شكاوى للفيفا فبالتالي مفهوم ان حد شايف حاجة مش عاجبية حد بتاع بيبعت للفيفا لكن ده حصل بيحصل طبعا طول الوقت في كل الدنيا تتطفق يعني اتحاد الكرة اجبر على تأجيل عدد كبير بين المباريات في الفترة اخيرة اجبر اجبر بسبب ضغط المسابقة وشكل المباريات مش من شخصيات توجد ازمة في تحديد الفرق المشاركة في بطلطي افريقيا الاندية بسبب التضارب بين موعد انتهاء الموسم والموعد اللي حددها الكاف لا لا لسه مفيش ازمة لسه يتم التنصيق مع الكاف فيما يخصها زي النقطة ده مهم جدا اه طبعا لكن مفيش فيها ازمة لا ان شاء الله استكمال الدوري هذا الموسم الموسم الماضي اضرب بالموسم الحالي مليون في المية مليون في المية الاندية اخطأت برفض استمرار الدوري اثناء اولمبياد توكيو الاندية ايا فهمين اخطأت برفض استمرار الدوري اثناء اولمبياد توكيو مش عايزين دوري كله يتلعب اثناء اولمبياد توكيو انا زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع كله في الاخر هيكون مسكن وقتي ولكن الفات يعني برضو هيبقى هيجي علينا في المسابقة الجاية اه في الاخر النادي عارف ممكن يكون بيبص لمصلحته دلوقتي ولكن بعد كده ممكن يبقى فيها ضغط على الاندية بشكل او باخر فالموضوع مستمر فكانت وجد نظرنا ان احنا نفتح شوية ناخد نفس دلوقتي هتحل مشاكل كتير جدا طيب انا كان ضيفي هنا المدير التنفيذ اللجنة الاولمبية سألته سؤال واضح اللي وستاذ ممدوحش اشتاوي سألته قلت له هل اللايحة ما اللايحة متعندكم اي اللايحة بتاعت حد الكرة تعتمد من الجهة المنوب بيها تعتمدها لازم تروح للجنة الاولمبية طبعا سألته جالكم اللايحة بتاعت حد الكرة قال لي لا ما جلناش حاجة طبعا عندكم فكرة بيتم فيها اللايحة بتاعتكم مفترض ان اعتمدتها الجامعية العمومية مزبوط هالراحة الاتحاد الدولي اللايحة اعتمدتها الجامعية العمومية اتبعتت الاتحاد الدولي وتم الموافقة عليها كان فيه اتصال ما بين الموانسة احمد مجاهد معالي وزير الدكتور اشرف صبحي فيما يخص اللايحة يكون فيه اجتماع قريب فيها عشان يتم إعلانة فقرب فرصة ممكنة بإذن الله لديم الحاجات المطلوبة مننا في أسرع وقت اعتماد الاتحاد الدولي لللاقيحة هل يستطيع حد انه يغير في بنودها بعد ما لالولمبية من حقها لو في حاجة لالولمبية من حقها هتعدل من حقها تعترض على بند او حاجة واذا اعترضت على بند هنرجع نتكلم فيه ونشوفه نعرض تاني عن اتحاد الدولي تاني بالضبط طيما كنا عملنا العكس بس خلي بالحضرتك هو الاساس في الخصة دي للجامعة العمامية احنا بالمناسبة احنا جبنا الكلام عن تغيير اي تغيير حصل في اللايحة في الوقت اللي جينا فيه غير صحيح تماما احنا معدلناش بند واحد احنا جبنا لجنة صياغة اللايحة قعدت معنا راجعت بند بند في اللايحة مضوا على صفحة صفحة في اللايحة عشان ما يطلعش الأخويل احنا بنسمع ان احنا غيرنا في اللايحة وعدلنا على مزان الكلام ده غير صحيح ما فيش خالص ولا بند ولا حرف ولا بند ولا حرف طب هل في اللايحة بند بيتيح ليكم بيتيح للاتحاد يعني استبعاد ايا من المرشحين دون ابداة لأسباب مرشحين انا مش مراجع البنود بالزبط ولكن حتى لو البند ده موجود هو باختيار الجامعة العمامية بموافقتها فهي نفذ يا جامعة العمامية يا صاحبة رأي الأول والأخير اه بس ده بند خطير اذا كان موجود وكلهم موافقين عليه فده قرر يعني انا اشك ان الجامعة العمامية توافع على بند انا برضو اشك انا مش مراجع الحكتة دي اوي لكن اذا كان البند ده موجود والجامعة وافقت عليه بس اعتقد لجنون بيه صعب توافع على حد اعتقد لانه بند غير ديمقراط اعتقد كابتن احمد حسام عوض شرفت ونورت شرف لا يا فاند شكرك يعني انت مثال جميل ربنا خلح لك ورائع اول مرة نلتقي وانا ملتقدش مع كابتن شاوربي حتى ما عرف شكله ايه لكن منك استشعر انها لجنة اختيارها رائع ربنا خلح لك كابتن شرفين توفيق دايما ان شاء شكرا جزيلا مع واحدة من اصابات الملاعب ولكن بعد الفاس الفقرة المحببة لحضراتكم كل اسبوع مع استاذ الازام دكتور طارس اليمان مساء انوار يا دكتور مساء انوار اهلا وسهلا اهلا بحديثك هنتفرج عليه النهار ده والله هنتفرج على الوطر اكيلس بقى اه مهم جدا طبعا من الحاجات اللي هي بتحصل كتير وبتيجي لرياضيين وغير رياضيين اوكي الذات اللي هي الناس اللي بتلعب رياضة غير منتظمة ما بتسخنش كويس ما بيحفظ على قوة عضلة السمانة او القلف نعملش ستريتشات كويس فممكن بسهولة قوي يحصل له اي مشكلة بالذات في الرياضة المتقطعة المتقطعة الهو مش مستمر مش مستمر في التدريبات او في المماريات او كده او كده بالضبط يعني ييجي مثلا كل اسبوع لا كل اسبوعين يلا نلعب يلا نلعب اوكي طبعا الوطر اكيلس ده اطول وطر لزيما يعني في الجسم تقريبا وثلاث فتحات شمال ده اللي بيحصل بقى بعد العملية هتلاقي ناحية الشمال ده اللي هو الوطر السليم بوس عددك الناحية اليمين هتلاقي فيه ورم هتلاقي فيه زرقان هت لو دوسنا على الحتة دي حاجة اسمها تندرنس هتحس ان فيه قلم مع الدوسة هشوف وحتحس ممكن يحط ايده يلاقي الجاب او الحتة ده السليم اللي يحش الشمال ده وبعده وممكن نعمله اختبار حاجة اسمها تومسون تيست ان انا بدوس على السمانة شوف ده ده تومسون تيست الناحية السليمة ما دوس على السمانة الرجل تتحرك لتحت لان الوطر اللي هو بيحرك الرجل تحت سليم لكن هنا بدوس على السمانة ما فيش ايه فيش حركة شوف الحتة دي الجاب ده او الحتة النقرة اللي هو حط ايده فيها ده مكان القطع بيبقى باين بيبقى باين اوي اوي يعني مع الزرقان اللي احنا شايفينه مع الورم دي من الحاجات اللي هي ايه بتبقى بتساعد التشخيص في الكشف يعني ده بص حضرتك قبل العملية ولو بعد العملية بص بقى مع الخياطة هتلاقي الدنيا شكلها رجع احسن بص تومس تيست رجع بقى بصت واخبال حضرتك بص بادوس على السمانة بتستجيب اللي بتستجيب وده من الحاجات بيأكد نجاح العملية او الوطن رجع لحالته الطبيعية لما كان دلوقتي العمل العملية يعد قد ايه فترة رجله متحطش في الارض هو احنا بعد العملية بنحط الادم لمدة اسبوعين في وضع حاجة بنسميها بلانترفلكشن يعني الرجل تبقى بصل تحت ليه عشان احنا بنخيط الوطن في الوضع دو اسبوعين اسبوعين كويس وبعد الاسبوعين ما يخطش رجله على الارض اه برضو بعد اسبوعين تاني ما بيحملش برضو بنحط بعد ايه اسبوعين بنعدله رجله ونطهاله 90 درجة اوكي عشان يبدأ الوطن ياخد الوضع الطبيعي بتاعه كويس بعد الاسبوعين بيبدأ بيعمل حاجة اسمها برشل ويت بيرنج يعني تحميل جزئي جزئي بالعكاز بالعكاز ويلمس يلمس اه الارض بعد ستة اسابيع او يعني شهر ومصف من العملية اه من العملية من العملية بيبدأ بقى يعني نفك ويبدأ يعمل ويت بيرنج ويبدأ الفيديو سيراب بتاعه اه تدريجي في الغالب دايما المريض ممكن يرجع يلعب بقى من ثلاثة لستة شهور يلعب اه يعني يلعب رياضة بعد ثلاثة شهور لستة شهور اه يلعب رياضة على حسب بقى الاستجابة والتدريبات وعلى حسب التأهيل بتاعه اللي اتعمل اه ارطه واستجابته هو ممكن يرجع بعد ستة شهور من ثلاثة لستة شهور ويجيب جوان في الفرقة التانية اللي بيلعبها وكلام دا كل طبعا طبعا يعني لأ حبايبنا واصدقائنا وصيبوا بيها مليون سلام احنا بس عايزين اللي قدر الله اللي حصل له اصابة اه بالذات في السن من توسط لازم عملية ما نخافش عملية على فكرة اسرع ما يمكن طبعا طبعا واسرع واضمن لكن بالذات لو ما عملش عملية في ناس بتخاف يقول لك لا حط رجلاه في جبس بالذات اذا كان دا قطع جوزئين دا مش صح دا مش مظبوط العملية افضل العملية احسن حاجة تمام وبيرجع زي الاول وغلعب رياضة ويبقى في ناس بعد العملية رجعت بيبقى الوطر خلي بالك اقوى بيبقى اقوى من الاول اقوى طبعا يعني هجيب جوان اكتر طبعا طبعا دكتور طريق شرفت من اواقع الله يخليك شكرا جديدا طبعا غدا بمشاهة الرحمن لقاء جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة